إن كنت تبحث عن أفضل كورس تعلم الرياك بسهولة وباحترافية فهذا هو الكورس الذي تبحث عنه أثناء الدورة سوف تتعلم الرياك من الصفر حتى الاحتراف لكي تصبح محترفا في برمجة واجهة التطبيقات والمواقع الويب وكسين من الأمور الأخرى عندما تتعلم الرياك أو جافوسكريب بشكل عام فلديك فرصة في إيجاد عمل في أمريكا أو في أوروبا بالرواتب الممتازة في أمريكا رواتب المبرمجين جافوسكريب يصل إلى 191 ألف دولار وفي أوروبا في الدول مثل ألمانيا رواتب المتطورين رياك أو جافوسكريب بشكل عام يصل إلى 75 ألف يورو سنويا فهذا يعني لديك فرصة كبيرة لتغيير حياتك فلا تضيع الفرصة من بين أيديك في البداية ما هو الرياكت رياكت يكون أحد مكاتب جافوسكريب يتم استخدامها لبناء واجهات المستخدم بسهولة وباحترافية بالانجليزي User Interface بالاختصار يتم استخدام رياكت لإنشاء واجهات يعني الأمور التي يمكن للمستخدم برؤيتها عندما يقوم بزيارة أحد مواقع أو تطبيقات الويب أو تطبيقات الهاتف لماذا يتم استخدام رياكت؟ يتم استخدام رياكت لأنه يسمح ببناء واجهات مستخدمة سريعة ومتجاوبة بسهولة ولأنه يتيح للمطورين تقسيم الواجهة إلى مكونات قابلة لإعادة استخدام لنأخذ الصورة التالية كمثال لنفتح ترغب بإنشاء تطبيق يحتوي على قسم العلوي وقسم الصفلي وإذا يتواجد منها كثير من الأمور على سبيل مستخدم فورم يتم استخدامها لإرسال بيانات أو بقيام بشيء ما وإذا القسم يقوم بعرض بيانات وأقسام الأخرى الرياكت يتيح لك تقسيم الواجهة على سبيل مستخدم قسم التالي تقوم بكتابة أكوات خاص بها وعندما تقوم باستدعاية يتم عرضها في المكان الذي ستقوم بتحديدها دون التأثير على الأقسام الأخرى أيضا يمكنك أن تقوم بسهولة بإعادة استخدام أي قسم ترغبها على سبيل مستخدم القسم التالي أرغب في القسم العلوي وأيضا هنا أو في أي صفة أخرى بكل سهولة بالإضافة سوف يكون الأقوات خاص بك مرتب بشكل أفضل وأيضا سهل قناعتها سوف تشاهد ذلك بعد قليل يتم استخدام اللغة الهيج تايميل واللغة الجافة سكريب لإنشاء واجهات من خلال رياكت بالإضافة إن كنت ترغب بإنشاء واجهات بالتصاميم بإحترافية فيمكنك أن تقوم بإستخدام اللغة الـ CSS أو قوالب الـ Bootstrap الجائزة فهذا يعني إن كنت ترغب بتعلم الرياكت بسهولة وإحترافية فينصح بمتابعة دورة الهيج تايميل ثم CSS ثم Bootstrap ثم JavaScript ثم React هي ليس إجباري ولكن أنصحكم بالشدة بمتابعة تلك الدورات لكي يكون الأمور التي نقوم بإشرح لكم أثناء هذه الدورة سهل وواضح لا تنسى دغط على زر إشراق بالإضافة تفهيل تلقي جميع إشارات لكي يصلك أفضل دروس للتعلم برمجة مجانا ولا تنسى أن تقوم بالضغط على زر الإعجاب ولا تنسى أن تقوم بالنسخ رابط الدرس ومشاركتها مع الآخرين لكي يستفيد الآخرين بفضلكم شكرا لكم هيا بنا لنبدأ بالتعلم الرياكت هيا بنا لنبدأ بالتعلم الرياكت إذا كنت ما زلت لم تتابع الدروس التالي من دورة نو جيس فإنصح بأن تقوم بمتابعتها لأن لكي نتمكن من إنشاء مشروع الرياكت فنحن بحاجة إلى التحميل والتنصيب نو جيس بالإضافة ينسح بمطابعت الدرس التالي والدرس التالي لكي تتعلم كيفية استخدام MPM و MPX لكي تتمكن من خلال الرياكت بكل سهولة بالتنصيب مكاتب أخرى في مشاريع خاص بك وكثير من الأمور الأخرى بعدما تقوم بالتحميل والتنصيب نو جيس على الكمبيوتر خاص بك يمكنك من خلال أحد محررات أقوات على سبيل سبيل جسيزي كوت بأن تقوم تنفيذ أوهمات في تربالي لإنشاء مشروعي راكت لنفترض في فيجر سبيل كوت على سبيل مسال أرغب بفتح مجلات ما زال لا يتواجد لدي أية شيء لنفترض في مكان الذي ترغب بإنشاء مشروع على سبيل مسال سطح المكتب أو أي مكان آخر على سبيل مسال هنا أرغب بإنشاء مجلات أسميها على سبيل مسال ReactCourse أو أي شيء وأقوم بفتح المجلات لكي أقوم بوضع دمنياه المشاريعي Riaakت في Terminal نقول أرغب بالتنفيذ الباكيج التالي في مكتبة NPM الذي يحتوي على أمر لإنشاء مشروع React ثم نقوم بتحديد اسم المشروع يمكنك أن تقوم بتحديد بنفسك على سبيل ساعة أرغب بتصميتها Up ثم نضغط على Enter وننتظر إلى ما يتم إنشاء مشروع React قد تلاحظ يقوم بتنصيب الباكيج الثالث في المشروع الذي يقوم بإنشائه لنا مثل ما تشاهد تم إكتمال من إنشاء المشروع لنا يقول يمكنك أن تقوم بتنفيذ أمر التالي لبدأ تشغيل المشروع React إن كنت ترغب برؤية ماذا يتم عرض في الواجهة ويقول يمكنك أن تقوم بتنفيذ أمر التالي إن كنت ترغب بإنشاء نصغة من المشروع خاص بك لكي تقوم بنشرها على الإنترنت أو استخدامة في أي مكان ترغب بها وباقي أمور ليس منهم بالنسبة لنا يمكننا الآن أن نقوم بالدخول إلى مجلة التالي ثم نقوم بتنفيذ أمر التالي أو يمسح بأن تقوم بفتح المجلة الذي يحتوي على مشروع React الذي قمنا بإنشاءها الآن لكي تتجنب ارتكاب الأخطاء ثم في الترمينور نقول npm start مثل ما تشاهد بدأ التطبيق خاص بنا ويمكننا الآن بأن نقوم بالتعديل على المشروع لكي يتم عرض في الواجهة الأمور مثل ما نرغب بها في البداية سوف أقوم بشرح لكم التالي من خلال React يتم تحديد العنصر التالي ويتم تزويد المحتوى إلى الصفحة فهذا يعني إذا قمنا بتعديل على أي شيء سوف يحدث بنا مباشرة على سبيل المسأل التطبيق لنقوم بالتعديل وباقي أمور يكون الHTML العادية على سبيل المسأل اللغة وباقي العناصر الأخرى يمكنك أن تقوم بتعديل عليها مثل ما ترغب بها إن كنت ترغب بها تحديد ملفات يتواجد في المجلة التالي يمكنك أن تقوم بكتابة الجزء التالي لتحديث ذلك المجلة في المشروع ثم الملف الذي ترغب باستخدامها ويمكنك أن تقوم بحزف العناصر التي لست بحاجة إليهم على سبيل المسأل الملف التالي لست بحاجة إليه وملف التالي ربما أيضا لست بحاجة إليه يكون لأجل محركات البحث ليس هدفنا في الدرسنا اليوم بالنسبة للمجلة Source المجلة التالي يحتوي على ملفات المتعلقة بالReact على سبيل المسأل التصميم أو المحتوى الذي تم عرضها في الواجهة الآخرية قد تشاهد ويوجد كثير من الأمور هناك بعض الأمور لست بحاجة إليهم على سبيل المسأل الملفات التالية في وقت الحالي أنت كما تبدأ لست بحاجة إليهم نفس الشيء الملف التالي الملف التالي لنقوم بحزف الأقوات الذي قمنا بحزف ملفات خاص بهم هنا لسنا بحاجة إلى التصميم التالي يمكن أن نقوم بوضع تصميم CSS الليزنا ربيع وهنا في الملف التالي يمكن أن نقوم باستدعاء ذلك الملف CSS أو ملف CSS وسوف يتم تطبيقها على المحتوى الذي تواجه في ذلك الملف الجزة التالية أيضا لسنا بحاجة إليهم فقط بقيات خطة يتم عرضها لنا الخطة التالية لسنا بحاجة إلى الربورت أيضا يوجد خطة يقول اللوغو لم نتمكن من إيجادها هنا نعم ويمكن أن نقوم بحزف كل شيء لسنا بحاجة إليهم قد تلاحظون يتم استخدام HTML في JavaScript بكل سهولة سوف تقول في JavaScript العادية لا يمكنك قيام بذلك بالاختصار يتم استخدام GSX المختص من JavaScript XML في الرياكت في إنشاء واجهات المستخدم لتطبيقات الويب والتطبيقات الموبايل JavaScript XML يتيح لك بكتابة HTML في JavaScript واتفاعل معها بكل سهولة الأغامر المكتوبة بصيغة JavaScript XML لا يمكنك أن تقوم بالتنفيذة بشكل مباشر على المتصفح وبالتالي عندما نقوم بإنشاء تطبيق REACT يتم تحويل تلك الأقوات إلى أقوات بصيغة JavaScript العادية ويمكن أن يتم استخدامه في المتصفح من دون أي مشاكل لنبدأ بشرح لكم المحطوى الملف التالي الملف التالي تم استدعاء بعض مكاتب الذي تم تزويدها إلى المشروع وهنا قد تلاحظ الجزء المهم هنا يتم تحديد العنصر الذي يملك ID root في مسان حالي يتواجد في الملف التالي ولاحقا يقول نرغب بأن نقوم بإعارت المحطوى الذي يتواجد من العنصر أو المكون الملف التالي في مسان حالي يقوم بإعادة المحطوى التالي وبالتالي المحطوى التالي سوف يتم عرضها بالنسبة للجزء التالي يمكن قادة أن تقوم بحصفها REACT COMPONENTS يعني المكونات في REACT يمثل COMPONENTS في REACT وحدة بناء الواجهة خاصة بالمستخدم فهذا يعني من خلال COMPONENTS تقوم بإنشاء الواجهة طبعا يساعد COMPONENTS في تقسيم الواجهة إلى أجزاء صغيرة وسهلة إدارة وإعادة استخدام وأيضا يتم تصميم مكونات لتكون مستقلة وقابل لإعادة استخدام في التطبيقات المختلفة فهذا يعني يمكنك أن تقوم بجعل كل قسم من التطبيق الخاص بك يكون مستقل عن الأقسام الأخرى يوجد طريقتين لإنشاء COMPONENTS في REACT الطريقة FUNCTION COMPONENT وطريقة CLASS COMPONENT الطريقة FUNCTION مثل ما تشاهد في مسان حالي كنا نرغب بأن نقوم بإنشاء COMPONENT على سبيل سنوسمية GREATING يعني تحية ثم نرغب بإعادة العنصر التالي وعندما نطلب بأن تم طبع المحتوى الـ COMPONENT تالي سوف يتم طبع الجزء التالي نفس المثال والنتيجة هذه المرة من خلال CLASS يعني تقوم باستخدام CLASS لإنشاء COMPONENTS قد تشاهد في CLASS ربما قد يكون معاقد بالنسبة للمبتدين يقوم بوراثة في مسان حالي من COMPONENT في REACT وكل CLASS COMPONENT في REACT يجب أن يملك من خلالها تقوم بإعادة المحتوى الـ COMPONENT يمكنك أيضاً بوضع الإفتراضي بأن تقوم بتصدير أحد COMPONENT لكيف في ملف آخر قمت بتزويد ذلك الملف بملف الذي يتواجه الـ COMPONENT التي يصرها بإستخدامها بوضع الإفتراضي يتم تحميل الـ COMPONENT الإفتراضي مثلاً في المسان الحالي نقول بوضع الإفتراضي أرغب التصدير الـ COMPONENT التالي وفي ملف التالي قمت بتزويدها بالملف التالي بوضع الإفتراضي أصبح الاسم الـ COMPONENT بالاسم الذي قمت بتحديدها والآن قمت بتحديد أن أرغب بإستخدام ذلك الـ COMPONENT إذن تعلم الآن لأجر مادة بإستخدام Export Default هيا بنا لنتعلم كيفية إنشاء الـ COMPONENT في REACT يمكن أن نقوم بإستخدام طريقة FUNCTION أو CLASS لنقوم بإستخدام طريقة FUNCTION نقول FUNCTION ثم نقوم بتحديد اسم الـ FUNCTION لنفترض أن أرغب بإنشاء FUNCTION يسميها على سميثال Header Section قسم العلوي على سميثال وضمنها يمكن أن نقوم بالتنفيذ أي أوامر Javascript وفي النهاية نقول نرغب بإعادة المحتوى COMPONENT لنفترض أن أرغب على سميثال بإنشاء عنصر Header أو أي شيء آخر لنفترض أن أرغب أن يتم طبع ضمنها على سميثال النص التالي قم بتحديد بنفسك المحتوى المهم أنت تعلم كيفية إنشاء REACT COMPONENTS ألا تعلمت كيفية إنشاء REACT COMPONENTS إن كنا نرغب بإستخدامها في مكان الذي نرغب بإستخدام COMPONENTS كل ما علينا عبر طريقة إنشاء عناصر HTML نقوم بتحديد اسم COMPONENTS ونقوم بتحديد نهايتها بالطريقة التالية هنا نقطة مهمة لا يمكنك أن تقوم بإنشاء عنصرين بجانب بعضهم في REACT COMPONENTS إن كنت ترغب بإنشاء عنصرين بجانب بعضهم يمكنك أن تقوم بإنشاء عنصر لا يملك نوع وتقوم بوضع باقي عناصر ضمنها بالطريقة التالية أو يمكنك أن تقوم بوضع عناصر ضمن بعضهم بحيث يتواجد أنصر واحد منه بلوك بالطريقة التالية أيضا ممكنة لنقوم بإستخدام طريقة إنشاء CLASS COMPONENTS لنقوم بإنشاء نفس المثال نقوم بإنشاء CLASS نسميه على سمسال header section ثم نقوم بإنشاء المثال ونقوم بإنشاء المثال ونقوم بإعادة على سمسال أرغب إعادة نفس الشيء هذه المرة عبر طريقة CLASS نرغب إستخدام هنا لأجل الـ CLASS كل ما علينا نقوم بكتابة Extents نرغب بوراسم ثم نقوم بتحدي من أين نحن نرغب بوراسم من COMPONENTS في REACT لنقوم بإعطاء اسم COMPONENTS مختلف ولكن نتمكن من استخدامها بكل سهولة يمكن أن نقوم بإستخدامها عبر تحديد اسم الـ COMPONENTS لكن لما تشاهد لن تعلمتك كيفية إنشاء COMPONENTS من خلال CLASS وأيضا FUNCTION طيب ماذا لو كنا نرغب بإنشاء COMPONENTS في ملف آخر ولنفترض في ملف التالي أو في أي ملف آخر نرغب بإستخدام ذلك COMPONENT لنفترض إذا تواجد لدينا ملف آخر سوف يسميه على سمسال main.js ودبني أرغب بإنشاء COMPONENTS وسميه على سمسال main وأرغب على سمسال بأن يقوم بإعادة عنصر main أو أي محتوى أرغب بها وفي ملف التالي لنفترض أرغب بإستخدام ذلك COMPONENTS لكي يقوم بإستخدامها بكل سهولة نقول import ثم نقوم بتحديد هنا ماذا نرغب بإستخدامها في مثال الحالي أرغب بإستخدام الـ COMPONENT التالي ثم نقول from من أين ثم دم نقوم بتحديد من أي ملف في مثال الحالي في ملف التالي الملف التالي يتواجد في نفس المجلة إذا نقوم في نفس المجلة قم بتحديد الملف اللي يسمى main بالطريقة التالية والعيقان على سمسال في مكان التالي أو في أي مكان أرغب بإستخدام ذلك الـ COMPONENT لكي يتم عرض محتوى في مثال الحالية تم عرض لنا خطر لأننا لم نقوم بجعل الـ COMPONENT التالي قابل للتصدير إذا يمكننا نقوم بإستخدام الطريقة التالية export ثم نقوم بتحديد الـ COMPONENT أو يمكننا نقوم بإستخدام الطريقة التالية نقول export ثم نقوم بتحديد بوضع إفتراضي أي component نرغب بإتم تصديرها إذا قمنا بإستخدام الطريقة التالية فيمكننا بطريقة التالية في مثال حالي بأن نقوم باسترداد الـ COMPONENT في بعض الأحيان ربما قد يتواجد لدينا أكثر من component على سمسال component أول و component الثاني أرغب على اسمسل باسترداد الـ COMPONENT التالي بوضع إفتراضي قلت component التالي ولكن أرغب على اسمسل باسترداد الـ COMPONENT التالي كيف يمكنك ذلك؟ في تلك الحالة يمكنك لأجل component أساسي بتحديد بشكل تالي ولأجل باقي components اللي لا يكونون بوضع الافتراضي تقوم بوضع فاصلا ثم هذه الأشكال الخاصة ثم تقوم بتحديد الاسم component بالطريقة التالية أو يمكنك حظف الجزء التالي واستخدام الطريقة التالية تقوم بتحديد اسم components ولاحقا يمكنك أن تقوم باستخدامهم مثل ما ترغب بها في أي مكان ترغب بها إذا لن تعلمت كيفية استرداد components من ملفات الأخرى واستخدامها في أي مكان ترغب بها لنتعلم ما هو react probes وكيفية استخدامها الكلمة probes مختصر من كلمة properties يعني خصائص بالاختصار يتم استخدامها لنقل البيانات على شكل خصائص قبل كل شيء الأقوات التالية لست بحاجة إليهم سوف أقوم بإنشاء نسخهم منهم لأن لاحقا رغب بوضع لكم رابط تحميل الأقوات الدرس سوف أقوم بجعلك التعليق وفي ملف التالي سوف أقوم بحضف كل شيء لست بحاجة إليهم فقط سوف أبقي الـ component التالي بالاختصار كيفية إنشاء probes واستخدامها عندما تقوم باستدعاء الـ component يمكنك أن تقوم بإنشاء خصائص وتقوم بالتمرير قيم وتلك القيم يمكنك أن تقوم باستخدامها دمن الـ component المحدد ولاحقا يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك ماذا ترغب بقيام بتلك البيانات لنفترض أرغب بإنشاء خاصية وسمية title قم بتحديد نفسك الاسم الخاصية كأنك تقوم بإنشاء اسم تغير ثم نقول ساوي ثم دمن هذه الأقوات نقوم بتحديد قيمة لذلك الخاصية قم بتحديد نفسك أي قيم لنفترض أرغب باستخدام القيمة التالية بيانات عبارة بيانات من نوع النص ولاحقا هنا لنفترض دمن الـ component المحدد أرغب على السمسات بحصول على الخاصة S بكل سهولة هنا يمكننا نقول نرغب بإنشاء ما تغير على السمسات نسمي Probes من خلالي سوف نتمكن من وصول إلى الخصائص التي تم تمريرها إلى الـ component عند السنعية لنفترض هنا على السمسات أرغب بإنشاء عنصر H1 أو أي عنصر آخر وأرغب دمنها على السمسات أرغب بعرض القيمة التي يملكه الـ Probe التي سمت تتول في المسان الحالي الخاصية التي سمت تتول نسلم تشاهد قد يكون مفيدة جدا إن كنت ترغب على السمسات بعرض الفيديو أو ملفة صوتية أو أي شيء آخر وترغب بإنشاء component يقوم بعرضهم بشكل جميل فقط تقوم بتحديد أحد قيم ولاحقا يتم عرض المحتوى بشكل جزاب لأنك فقط تقوم بتغيير القيمة لأنك قمت بتصميم الـ component بشكل جزاب فقط القيمة يتغيي بتلك الحالات يكون مفيد جدا استخدام Probes إذن لن تعلمت الكيفية استخدام Probes في الـ React في الـ React أيضا يمكنك أن تقوم باستخدام events يعني أحداث على سوين ساعة عندما يحدث نقر أو عندما يتم إرسال بيانات أو عندما يتم تحميل العنصر إلى آخره أي حدث يتواجه في JavaScript كيفية تزويد عناصر HTML بلء الأحداث سهلة جدا كل ما عليك أن تقوم بتحديد أي عنصر ثم تقوم بتزويد الحدث عبر كتابة الأمر ON ثم تقوم بتحديد أي حدث على سوين ساعة أرغب أن نقول ON CLICK عند النقر ثم تقوم بتحديد أي عامل ترغب أن يتم تنفيذها عندما يحدث النقر لن أفترض أن أرغب على سوين ساعة قم باستدعاء لأخذ فانكشن على سوين ساعة أرغب بإنشاء فانكشن يسميها ساي هاي على سوين ساعة أو يقوم بتنفيذ أي أمر أنت تقوم بتحديدها لنفترض أن أرغب على سوين ساعة من خلال ALERT يتم عرض الرسالة التالية في كل مرة يتم دغط على العنصر المحدد الذي قمنا بتزويدها بالـ 11 إذا قمنا باستخدام الطريقة التالية نحن نرتكب خطأ في مثال حالي نحن نقوم باستدعاء الفانكشن بشكل مباشر إن كنا نرغب على سوين ساعة بأن نقول عند النقر أرغب بإن تم استدعاء الفانكشن نقوم بحذف هذه الأقواس هذه النقطة مهمة عندما تقوم باستخدام إفنس بدلا تقوم باستدعاء الفانكشن بالشكل التالي تقوم فقط بتحديد الاسم الفانكشن لكلا يتم استدعاء فقط عند حدوث الحدث يقوم باستدعاء نقطة مهمة عندما تقوم بتزويد عناصر الـ HTML من خلال الرياك بخصائص الأسماء الخصائص ربما قد يكون مختلفة عن الأسماء الخصائص التي استعودنا بكتابتها في الـ HTML العادية على سوين ساعة بإضافة خاصية class في الـ HTML العادية نقوم باستخدام الطريقة التالية على سوين ساعة بإضافة class يسمي up شاهد ربما قد تم إضافتها ولكن في console يقوم بيعرض لنا التحذير يقول ربما قد تقصد بclass name نعم هم قاموا بتغيير الاسم الخاصية لكي تتمكن من تفريق بين class name العادية والكلاصات العادية التي يتواجد في javascript لذلك قد تشاهد بعض الاسماء الخصائص يكون مختلفة نفس الشيء هنا إذا قمنا بكتابة on click بشكل التالي مثلا مثلا شيء سوف يتم عرض لنا خطأ لأن عندما تقوم باستخدام event في الـ React الاسم الـ event دائما يبدأ بحرف كبير أو الكلمة الثانية يبدأ دائما بحرف كبير لأن الأوامر التالية لاحقا يتم تحويلها إلى كواد javascript وليك يعمل بشكل صحيح يجب علينا أن نتقيد بطريقة لذي قامهم ببرمجة React شاهد هنا قد تعتقد أن on click يتواجد إذا قمنا بتشغيل وضع مطوري مثلا تشاهد لا يوجد لن تجده لأنه يتم لاحقا بضافتها من خلال javascript إذا قمنا بفتح مصدر الصفحة سوف تجد هناك ملف javascript سوف تجد عبارة عن أكواد javascript قليل المعاقدة الأكواد التالية يكون عبارة عن المحطوى المشروع React خاص بنا الذي تم تحويله لاحقا إلى تطبيق React الذي تم عرضه في مسان حالي في الويب فهذا يعني React أيضا يحمي المصدر الأكواد خاص بنا من الصريقة لنتعلم ما هو useState في React useState معناها استخدام الحالة هكذا الشيء بالاختصار يتم استخدام useState لإنشاء متغيرات في حال حدث أي تعديل على قيمة لازم لكم المتغير يتم تعديلها في جميع أماكن تم استخدام ذلك المتغير لإستخدام useState يجب علينا نقوم بتزويدها إلى المشروع خاص بنا نقول import useState من React ولاحقا يمكننا نقوم بإنشاء متغيرات من نوع useState في components طبعا كيفية إنشاء متغيرات من خلال useState سهلة جدا كل ما عليك أن تقوم بإنشاء هذه الأخوات على الشكل وتقوم بتمريله قيمتين القيمة الأول سوف يكون الاسم المتغير لنفترض أرغب تسمية count فاصلة ثم القيمة الثانية سوف يتم استخدامها للتحديث القيمة التي يملكه المتغير لنفترض أرغب تسمية setCount ثم يساوي ثم نقول useState في واضح الحالي لم نقوم بتحديد نوع البيانات التي يملكه المتغير لنفترض أرغب نقول بيانات من نوع أرقام وقيمة افتراضية يكون صفر إذن بهذا الطريق يمكنك أن تقوم بإنشاء متغيرات من نوع useState يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك أي قيمة ترغب أن يكون قيمة افتراضية للمتغير ولا حقا يمكنك أن تقوم بإستخدام المتغير في أي مكان ضمن البيانات الخاص بك لنفترض أن أرغب على سبيل سمين خلال عنصب Paragraph أرغب أن أقول أطبع لي القيمة التي يملكه المتغير count الآن أي تحديث يحدث على المتغير من نوع useState سوف يتم حدوثها مباشر يعني يتم تحديثه بشكل مباشر دون أن نقوم بقيام بأمور إضافية لنأخذ مثلا لنفترض على سبيل المثال أرغب بإنشاء الزر عندما يتم نقر عليه يتم إضافة واحد إلى قيمة الذي يملكه العداد المهم أن تفهم كيف يعمل useState لنفترض البطن الثالي أرغب على سبيل المثال الثالث أرغب أن أقول عند النقر أرغب أن يستطيع أحد فانكشن لنفترض أرغب أن ينشاء فانكشن وسميها على سبيل المثال أو أي اسم نرغبها وعندما يتم استدعية أرغب على سبيل المثال نقول قم بتحديث القيمة التي يملكه المتغير التالي لتحديثها نقوم بإستخدام الاسم الذي قمنا بتحديثها لكي يتم استخدامها لأجل التحديث في مثال الحالي قمنا بتسمية set count وأننا نقوم بتحديث قيمة جديدة لنفترض في مثال الحالي أرغب أن نقول قيمة جديدة يكون القيمة التي يملكهم مسبقا زائد واحد مثل ما تشاهد عندما نقوم بإستخدام useState ونقوم بإستخدام أحد من تغيير من نوع useState في الواجهة لكي يتم عرضها أي تعديل عليه يحدث مباشرة دون أن نقوم بإضافة أوامر أخرى هذه هي أشياء جميل في استخدامات useState لنتحدث عن useEffect في الرياكت useEffect يتم استخدامها لتنفيذ الأوامر التي ستقوم بتحديدها في كل مرة يحدث تعديل على component أو إن كنت ترغب أن تقول أرغب أن يتم تنفيذ الأوامر التي ستقوم بتحديدها في أول مرة يتم عرض المحتوى أو إن كنت ترغب أن تقول أول مرة وفي كل مرة يحدث تعديل على أحد قيم تقوم بتحديدها على سبيل سائل قيمة يجب عليك أحد من تغييرات من نوع Probe أو من نوع useState لنأخذ مثالها لنفترض أرغب بإستخدام useState ضمن component التالي سوف أقوم بحضر الجزء التالي لسنا بحاجة لهم لإستخدام useEffect يجب عليك في البداية أن تقوم بتزويدها إلى الملف خاص بك نقول نرغب بإسترداد useEffect من react ألا يمكننا نقوم بإستخدام useEffect لنفترض أرغب بإستخدام useEffect لإستخدام useEffect نقوم بإنشاء function لكي تم تنفيذ الأوامر التي ستواجد منها لنقوم بإنشاء function ودمنها نقوم بتحديد أي أوامر التي تم تنفيذها في كل مرة يحدث تعديل على المحتوى التي ستواجد من component المحدد في مثال حالي المحتوى الـ component الذي يتم عرضها في الواجهة لنفترض أرغب على سبيمسا في كل مرة يحدث تعديل أرغب بالتحديد هنا من خلال JavaScript نقوم بتحديد على سبيمسا وأرغب بإستخدام useEffect أرغب بإستخدام useEffect أرغب بإستخدام useEffect قام بإستبدال title إلى الأشياء التي قمنا بتحديدها والنفس الشيء يمكنك أن تقوم بوضع أي أوامر ترغب أن تتم تنفيذها في أول مرة يتم عرض component طيب ماذا لو كنت أرغب بن أقول في كل مرة يحدث تعديل على قيمة أحد متغيرات أرغب أن تتم تنفيذ الأوامر التي ستقوم بتحديدها بكل سوء نقوم بتحديد المتغيرات التي نرغب في كل مرة يحدث تعديل على قيمتها بأن يتم تنفيذ الأوامر التي قمنا بتحديدها لنفترض على سبيمسا المتغير التالي لماذا ننتشت؟ في كل مرة يحدث تعديل يقوم بتنفيذ الأوامر التي نقوم بوضع هنا لنأخذ مثال آخر هذه المرة لنفترض أرغب بإرسال الطلب إلى API الكود التالي قمت بنسغية من المشروع الخاص بفئة جامعة الكود يكون عبارة عن component لأجل الطقس بأثنين متغيرات من نوع هنا يكون الدرجة الحرارة هنا الحالة الطقس ولاحقا من خلال يتم إرسال الطلب إلى API أحد API يقوم بإعادة لنا الدرجة الحرارة حسب المنطقة المحددة ليس مهم المشاهد المثال الحالي ولاحقا بعدما يتم جلب البيانات من API يتم تزويد الدرجة الحرارة وهذا حالة الطقس يتم تحديدها حسب الشرطة التي قمت بوضعها جيد أو سيئة وهنا يقول في كل مرة يحدث تعديل على قيمة التي يجب لكم المتغير التي يسمى التمبراتور أرغب على سبيسة بنتم تنفيذ العامر التالي وهنا يكون عبارة عن عناصر الاشتماع يقوم بأعرض حالة الطقس وهنا درجة الحرارة وهنا الصورة صورة قمت بإدافتها هنا لنقوم بتجربة لنفتد أرغب بتزويد هنا في الأسفل على سبيسة أرغب بي نقوم باستدعاء باستدعاء الكمبينت التالي مثل ما تشاهد يقول درجة حرارة يكون 15 وحالة الطقس يكون سيئة هنا فقط مثال لاستخدامات UseEffect أعتقد سوف تقوم باستخدام هكذا الأمثلة عندما تقوم بإنشاء تطبيقات احترافية طبعا بالنسبة للتصميم كان احتراوي جدا ولكن لم أقوم بإضافة الملف سوف أقوم بإدافة الملف سوف أقوم بحظف أجهزة الثانية لأنك لست بحاجة إلي كنت أرغب بي أعطيكم فقط مثال إذا لم تعلمت كيفية استخدام UseEffect هناك بعض النقاط أرغب بالتوضيح لكم عندما تقوم باستخدام React النقطة الأول في React في كل مرة يتم إعادة تحميل المحتوى العنصر أو الكمبوننت المحدد يتم إعادة تحميل الأكواد الذي يتواجد منها فثاني قمت بوضع هنا أي أوامر فسوف يتم تنفيزها في كل مرة يتم إعادة تحميل المحتوى لنقوم بالتاجبه لنفترض أن أرغب بي أعرض في الكونسول على سبين سنة النص التالي في كل مرة يتم إعادة تحميل المحتوى مثل ما تشاهد غريب مرتين تم تحديث المحتوى فهناك خطمة فسوف تبحث فيها القوات الخاص بك ولكن لن تتمكن من إيجادها مثل ما أواجهت هذه المشكلة المشكلة كان هنا الجزء التالي أي قمبوننت يتواجد منها يقوم بجعل يتم تحميلها مرتين لا علم السبب وبالتالي بعض الحصفات تم حل المشكلة النقطة الثانية المهمة بما أن في كل مرة يتم إعادة تحميل الكومبوننت بالكامل فذلك يجعل يتم إعادة تحميل الأقوات جميل سوف تقول هنا طالما يتم إعادة تحميل الأقوات على اسم يسافي مثال حالي المتغيرات من نوع Use State سوف يتم إعادة قيمتها إلى قيمة افترادية لا المتغيرات من نوع Use State قيمتها لا يتم إعادتها إلى قيمة افترادية عندما يتم إعادة تحميل المحطوة الكومبوننت يتم تخزين قيمتها في مكان ما في الزاكرة جميل سوف تقول طيب ماذا اللي قمت به إن شاء متغير على سبيلسة من نوع متغيرات العادية على سبيلسة أرغب إن شاء متغير نسميه Control وأرغب بجعل قيمتها افترادية على سبيلسة صفر وأرغب بي نقول في كل مرة على سبيلسة ثم نقرأ على الزر التالي أرغب بإضافة واحد إلى قيمة لازم لكه variable المحدد ولحقا أرغب على سبيلسة في كل مرة يحدث render يعني إعادة تحميل للمحطوة أرغب بي نتمعارف فيه الكونسول القيمة لازم لكه ذلك المتغير لنقوم بتجبع مثلما تجاهد قيمتها يبقى دائما صفر لماذا؟ لأن طالما يتم تحديث المحطوة الكومبوني بالكامل يتم إعادة تحميل الأكواد وعندما يتم إعادة تحميل الأكواد هنا يصبح القيمة المتغير صفر ولذلك يتم عرض دائما صفر بالنسبة للمتغيرات من نوع useState عندما يتم إعادة تحميل المحطوة من جديد قيمتها يكون خزن بمكان آخر وبالتالي لا يتم إعادة قيمتها إلى قيمة افتراضية مثلما تجاهد النقطة الثالثة المهمة في بعض الأحيان قد ترغب بإنشاء variable وترغب بمشاركة قيمتها بين عديد من components أو ترغب على سبيل المثال قيمتها لا يتم إعادة قيمة افتراضية عندما يتم إعادة تحميل المحطوة كيف يمكنك ذلك؟ بكل سهولة يمكنك أن تقوم بإنشاء ما تغير في البداية خارج الـ component ألا يمكننا نقوم بإستخدامها ضمن الـ component التالي وأي component آخر لنقوم بتجربة مثلما تشاهد النقطة الرابعة قد تقول هل يمكننا نقوم بإنشاء ما تغير من نوع use state خارج function component هل يمكننا؟ لنقوم بتجربة لا لا يمكن إنك في react بإنشاء ما تغير من نوع use state خارج function component هذه النقطة أماما عندما ترغب بإنشاء variable وترغب بمشاركة قيمتها مع عديد من component يمكنك أن تقوم بإستخدام الطريقة التالية وإن كنت ترغب بإن لا يتم إعادة قيمتها لقيمة افتراضية في كل مرة يتم تحديث المحطوة component أو يمكنك أن تقوم بإنشاء خارج function المسؤول عند ذلك component الذي يسترغب بإستخدام المتغير ضمنها أو يمكنك أن تقوم بإنشاء variable من نوع use state ضمن component الذي يسترغب بإستخدام variable ضمنها النقطة أخيرة أماما عندما ترغب إنشاء تطبيق web أو تطبيق هاتف أو أي شيء آخر من خلال react ويتم إعادة تحميل المحطوة بشكل مكسف ذلك سوف يتسبب في بطول في التطبيق أو برنامج أو أي شيء تقوم ببرمجته من خلال javascript react في مثال حالي الجزء التالي يكون عبارة عن عناصر HTML وبالتالي لن يتسبب في بطول كثير حتى إن تم إعادة تحديثها بشكل مكسف ولكن ماذا لو كان يتم عرض كثير من الصور وفيديوهات ومحتوى السقيل؟ ماذا سوف يحدث في كل مرة تقوم بإعادة تحميل المحتوى؟ في ذلك الوقت سوف يتسبب في بطول لذلك أقوم بشرح لكم هذه النقاط يمكنك أن تقوم بالتحديث المحتوى فقط عندما يكون إجباري وتقوم بالتحديث متى ترغبين يتم تحديث المحتوى مثل ما شرحت لكم يمكنك أن تقول عندما يحدث نقر أو شيء آخر هيا بنا لنتعلم مزيد في react لنتعلم ما هو react useRef وإذا كيفية استخدام react useRef الكلمة ref مختصة من كلمة reference الذي يكون ترجمت بالعربي إشارة أو مرجع أو هكذا الشيء يأتي معناه إذا ترجمت useRef سوف يكون ترجمتها يعني استخدم المرجع بالاختصار react useRef يتم استخدامها لتحديث العناصر الذي يتم عرضها في الواجهة على سبيل مثال لحصول على قيمتها أو تعديل عليها أو لقيام بشيء آخر مثل ما تقوم بتحديدها سوف أقوم بحسب الجزء الثالث بحاجة إليهم لنفترض في الواجهة الخاص من أي تواجد لدينا عديد من العناصر وأرغب بالتحديد أحد من تلك العناصر للتحكم بها على سبيلسة لحصول على قيمتها أو تحديث على قيمتها أو أي شيء آخر كأنك في الجافة سكريب العادية تقوم بتحديد أحد عناصر يتم عرضها في الواجهة وترغب بقيام بشيء ما نفس الشيء يمكنك أن تقوم بقيام بها من خلال useRef لنقوم بالتجوى لنفترض أن يتواجد لدينا عنصر input في الواجهة وأيضا يتواجد لدينا عنصر آخر على سبيلسة البطن ولنفترض أن نقرأ على الزر التالي أرغب بالتحديد العنصر التالي والتحديد ماذا يرغب بقيام بذلك العنصر لك تتمكن من تحديد أحد عناصر يتم عرض في الواجهة من خلال useRef في البداية يجب عليك أن تقوم باستردادها من react ولاحقا بكل سهولة يمكنك أن تقوم بإنشاء variable يمكنك أن تقوم بتسمية مثل ما ترغب بها على سبيلسة أرغب بتسمية input ثم نقوم بالتحديد لها علينا نرغب بإنشاء variable من نوع userRef ولاحقا بكل سهولة يمكنك أن تقوم بتزويد ذلك الاسم variable إلى العنصر التي ترغب بالتحكم بها لنفترض العنصر التالي كل ما علينا نقوم بتزويدها بالخاصية reference ثم نقوم بتحديد ذلك الاسم يمكنك أن تقوم بتحديد اسم اختلاف على سبيلسة number 1 أو أي اسم آخر الآن من خلال الاسم التالي يمكننا التحكم بإن العنصر التالي مثل ما نرغب بها على سبيل المثال لتعديل على قيمتها لنأخذ مثال لنفترض عندما نقر على الزر التالي أرغب بالتعديل على قيمة التي يملكه العنصر input التالي لنقوم بالتجبع لنفترض أرغب أن نقول عند النقر أرغب بإستضاع أحد function على سبيلسة أرغب بإستضاعها عندما نقر على الزر التالي وضمن هذه الفنكشن التي نتمكن من تحديد العنصر كل ما علينا نقوم بتحديد اسم variable الذي قمنا بربطها بالعنصر التي نرغب بتحكم بها ثم نقطة ثم نقول current نقول بالوقت الحالي نرغب بإنتم تحديد العنصر التي نرغب بها ونرغب لاحقا بالتحديد ماذا نرغب بقيام بها؟ لنفترض أرغب على سبيلسة في مستين حالي بالتعديل على القيمة العنصر input العنصر input يمكن من خلال خاصية value في JavaScript بالتعديل على قيمة لنفترض أرغب بإنقول قيمة جديدة يكون 0 مثلا وتشاهد تمكننا من التعديل عليه لنفترض أرغب بإن يتم إضافة واحد إلى القيمة السابقة الذي يملك العنصر input نقول قيمة جديدة يكون على سبيلسة 1 زائد القيمة الذي يملكه وزائد العنصر input مثل ما تشاهد سوف يكون النتجة بشكل تالي لأنه يعتبر الجزء التالي عبارة عن بيانات من نوع النصي وهذا الشيء طبيعي لدينا بيانات بوضع الفترة هذه العنصر input يكون من نوع النصي يمكن أن نقوم بتحديده إلى بيانات من نوع أرقام مثل ما تشاهد الميزة الجميلة عندما تقوم باستخدام Use Reference فيمكنك بكل باس خطبي أن تقوم بتعديل على جزء من المحتوى دون أن يتم إعادة تحميل المحتوى component بالكامل تشاهد إذا قمت باستخدام الجزء التالي هنا سوف تشاهد عندما يتم تحديث على المحتوى لا يتم إعادة تحميل المحتوى بالكامل فقط يقوم بتحديث ذلك الجزء مثل ما تشاهد سوف يصل بعض منكم أساس عندما يتم حدوث إعادة تحميل المحتوى component من جديد ماذا سوف يحدث بالقيمة التي يجب لكه Variable من نوع Use Reference دين أفترات لدينا على سبيل المساء Variable من نوع Use State وأرغب على سبيل المساء بنقول أرغب بالتعديل على القيمة التي يجب لكه Variable من نوع Use State على سبيل المساء قيمة التالية بحيث يتم إعادة تحميل المحتوى من جديد يتم عرض لنا الخطأ يقول أين الخطأ؟ هنا خطأ نعم القيمة افتراتي مثل ما تشاهد يتم إعادة تحميل المحتوى من جديد الجميل في User Reference مثل ما تشاهد التعديلات لا يتم إعادة تحميلها مثل ما تشاهد فهذه يعني قيمة أو التعديلات التي يحدث عندما تتحكم بالعناصر يتم تخزينها في الذاكرة بمكان ما وبالتالي عندما يتم إعادة تحميل المحتوى بالكامل لا يتم إعادتها إلى القيمة افترادية هذه الميزة جميلة أيضا عندما تقوم ب Java Variables من نوع Use Reference النقطة أخرى المهمة سوف يقول بعضا منكم أستاذ هل يمكنني أن نقوم باستخدام الجوافة السكريب العادية لتحديد العناصر على سمسار أرغب بالتحديد العنصر من خلال اسم ID لنقوم بالتجربة لنفتح أرغب تسميتها Number Input ومن خلال الجوافة السكريب العادية أرغب على سمسار بالتحديد العنصر هنا على سمسار لتطبع قيمتي في الكونسول أو لقيام بأي شيء آخر بعدما نقوم بتحديد العنصر لنقوم بالتجربة مثل ما تجد نعم سوف تتمكن ولكن إذا قمت بإنشاء هنا Variable على سمسار أرغب بالتسمية Number Input وأرغب بالتخزين العنصر دمنيا بالطريقة التالية ولاحقا أرغب بالتربيع أن يتم عرض القيمة الذي يجب لكم هو العنصر Input المحدد سوف يتم عرض لنا خطأ لماذا؟ لأننا نطلب أن نقوم بالتحديد أحد عناصر ما زال لم يتم إضافتها إلى الواجهة وبالتالي سوف يتم عرض لنا خطأ لأنه غير قادر على إيجاد العنصر الذي نرغب بالتحديد هذه النقطة مهمة هنا عندما نقوم بتحديد العناصر لا يحدث خطأ لأن المحتوى تم إضافته إلى الواجهة ولاحقا طلبنا بأن يتم تنفيذ الروامي عندما يتم نقرأ على الزر التالي وبالتالي بما أن العنصر الذي نرغب بالتحديد تم إضافته إلى الواجهة سوف نتمكن من تحديدها من دون أي مشاكل إذا بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بتحديد أي عنصر يتواجد في الواجهة بغرض تحكم بها أو لا يحصل على قيمتها أو تحديث على قيمتها أو أي شيء آخر يمكنك قيام بها بعد تحديد العنصر قد يرغب بعض منكم باستخدام بوتسراف في الرياكت لنتعلم ثلاثة طرق لإستخدام بوتسراف في الرياكت الطريق الأول يمكنك أن تقوم به تنصيب بوتسراف عبر NPM والطرق الثانية مثل الطرق الذي تعلمته أثناء دورة بوتسراف بالنسبة للذين لم يطابع دورة بوتسراف ينصح بأن تقوم بمطابعتها يمكنك إيجادها في قناتنا على اليوديوك بالاختصى بوتسراف يكون عبارة عن قوالب جائزة يتكون من عناصر هتيميل مصممة باللغة CSS وبعض قوالب تم استخدام جواف اسكريب بها وذلك قوالب يسأل علينا التطوير واجهات كل ما علينا نقوم بنسخها وتعديل على الشيء الذي نرغبها في القالب ونحصل على نتيجة باحترافية الطريق الأول لاستخدام بوتسراف في الرياكت يمكنك أن تقوم بتنصيب مكتبة بوتسراف في المشروع الخاص بك وبكل سهولة فلاحقا يمكنك أن تقوم بالتزويد إلى المشروع الخاص بك واستخدامها يمكنك أيضا تقوم بتحديد أي إصدار من إصدارات البوتسراف ترغب بالتنصيبها لنفترض أرغب بالتنصيب آخر إصدار ننتظر إلى ما يتم تنصيبها لنا بعدما تقوم بتنصيب البوتسراف لنفترض أرغب بالاستخدام في الكمبنينت التالي فيجب علينا نقوم باسترداد البوتسراف لكي تمكن من الإصدار لنقوم بتحديد في أي مكان يتواجد البوتسراف الذي نرغب بالاستدارية في مثال الحالي، الأفتاد ترغب بالاستدار ملف الشراء بوتسراف قمت بتنصيبها يمكنك أن تقوم بفتح المجلة التالية تبحث عن البوتسراف هنا يقول نقوم ببحث عن ملف الشراء هنا يوجد الشراء نبحث عن الملف التالي أو التالي والنسخة مصغرة من الملف البوتستراب الأساسية إذن يتواجد في مجلة يسمى بوتستراب دمنا المكاتب التي يسمى التنصيبها في مجلة يسمى ديست دمناها أرغب يدخول إلى مجلة CSS ثم أرغب لاحقا باختيار أي ملف CSS يوجد لذلك سيمنهم أهمهم هذا الملف أو النسخة المصغرة من ذلك الملف نقوم بنسخ الذي يسمى الملف ونقوم بتزويدها ولاحقا يمكننا نقوم باستخدام أي قالب من قوالب البوتستراب في المشروع خاص منها بالنسبة للجافا سكريب يمكنك أيضا بنفس الطريقة هنا Gs وهذه المرة بدل تحديد CSS نقوم بتحديد ملف الجافا سكريب لنفذ هذا أرغب باستخدام نسخة مصغرة من ملف الجافا سكريب إن كنت ترغب بأن يتم تطبيق بوتستراب في جميع كومبوننتس بوضع تلقائي يمكنك أن تقوم باستردادها في الملف الأساسي الذي يقوم بتحميل الكومبوننتس في مثال حالي في ملف التالي يمكننا نقوم بإضافته الآن يمكننا من خلال أي كومبوننتس آخر بأن نقوم باستخدام البوتستراب لنأخذ مثالا لنفذر أرغب باستخدام أحضر قوالب بوتستراب كومبوننتس لدينا عديد من كومبوننتس لنفذر أليرتس كل ما علينا نقوم بالنسخ القالب ونقوم بإضافته في المكان الذي نرغب باستخدامه لنفذر في الكمبوننت التالي أرغب باستخدامه عندما تشاهد حصلنا على النتيجة مباشرة لنفذر أرغب باستخدام اسم كلاس آخر إذا فتحت الكونسول سوف يتم عرض لك خطأ عندما تقوم باستخدام أتريبوت كلاس لذلك تم حل المشكلة تقوم باستبداله باستخدامه باستخدامه وسوف يختفي الخطأ بالنسبة للطريقة الثانية لإستخدام البوتستراب في الرياكت الطريقة الثانية أيضا سهلة جدا هنا في الملف الاشتيميل يمكنك أن تقوم بالتزويد البوتستراب وتتمكن من استخدامه في المشروع خاص بك يمكنك تواجه إلى موقع البوتستراب ثم تقوم بتحديد أي اصدار ترغب باستخدامه لنفذر إلى الزار التالي ثم تقوم بنسخ الملف CSS وتقوم بوضيه في الهيدر ثم تقوم بنسخ الملف JavaScript وتقوم بوضيه هنا في الـ Body في أسفل جميع العناصر أخرى لنقوم بتجبع سوف أقوم بجعل أجهزة تاريخ التعليق مثل ما تشاهد الطريق الثاني أيضا يعمل من دون أي مشاكل لنقوم بتجربة أحد قوالب تم استخدام بها JavaScript لنتأكد إن كان كل شيء يعمل بشكل صحي أو لا موجول على سبيل المسال القالب التالي القالب التالي يكون عبارة عن زر عندما يتم نقر عليه يتم عرض لك بشكل صحي تالي صندوق من بسخ لنشاهد هل JavaScript يعمل بشكل صحي أو لا طبع يجب عليك أن تقوم بحظف الجزء التالي أو أيضا تقوم باستبدار attribute class بclass name يمكنك أن تضغط على control F ثم تقوم بكتابة class ثم هنا تقوم بوضع ترغب باستبدار بموازل يمكنك أن تقول class name على سبيل المسال حالي ثم تقوم باستبدار جميعهم بالنسبة للجزء التالي مسبقا قمنا باستبداري مثل ما تشاهد تم استبدار جميعهم بclass name لنقوم بتجربة لأن تشاهد هل سوف يعمل جغف سكير قبلها مثل ما تشاهد عمل إذن يمكنك أن تقوم باستخدام الطريقة الأول أو الطريقة الثانية حرف الأخذي في حالة يعمل أحد طرق لديك يمكنك أن تقوم باستخدام الطريقة الآخر بالنسبة بعض منكم قل يرغب поستخدام bootstrap من دون إنترنت في أدة حالية يتواجد لديه إنترنت وبالتالي bootsstrap إذا قمت باستخدام الطريقة الثانية سوف يعمل ماذا لو كان للا يتواجد لديه إنترنت مثل ما تشاهدتم لم يعد يعمل بوصرا بدون إنترنت طيب الطريقة الاول سوف يعمل بدون انترنت لنقوم بالتجربة نعم سوف يعمل هناك ايضا طريقة اخرى لاستخدام bootstrap من دون انترنت وهو عبر التحميل الاكواد الملفات الbootstrap on-line وتقوم باضافته للمشروع خاصة وصم تقوم بتزويدها الى ملف الهتماعي لنقوم بالتجربة الطريقة السالسة اتصل بالانترنت ثم قوم بفتح ملف CSS bootstrap on-line ثم قوم بنسخ الاكواد جميعهم ثم قوم بإنشان مجالات على سبيل ساب في مجال الـ public يسميه على سبيل ساب bootstrap ثم قوم بإنشان ملف CSS لكي تقوم بلسخ الاكواد البوتستراب دونها ثم يمكنك لاجل الجوافة سكيب بوتستراب بنفس الطريقة تقوم بالنسخ الاكواد ثم تقوم بإنشان ملف جوافة سكيبت وقوم بالنسخ الاكواد انا في الملف الـ html يمكنك بكل سهولة بدل استخدام الطريقة التالية والطريقة التالية بأن تقوم بتحديد الـ bootstrap off-line سنقول link CSS ثم نقوم بتحديد أين يتواجه ملف CSS نقوم في المشروع ادخل إلى مجلة public ثم إلى مجلة bootstrap ثم قوم بتحديد الملف CSS ولأجل الجوافة سكيبت نفس المفهوم تقول أرغب بدخول إلى مجلة public في المشروع ثم مجلة bootstrap ثم أرغب بتحديد الملف جوافة سكيبت bootstrap سوف أقوم بتجعل أجهزة تاريخ التعليق طبعا للملاحظة يتم حفظ بلادات الغاية وسوف أقوم بإيقاف الإنترنت وأقوم بتجربة مثل ما تشاهد إذن بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم باستخدام bootstrap off-line هنا تم عضلنا التحذير لأن في بعض قوالة bootstrap تم إضافة بأسماء الخصائص مثلما هي في الـ html ولكن في الـ react بعد أسماء الخصائص يتم كتابتها بشكل مختلف هنا حرف i كبير يقول هنا مثل ما تشاهد تم حل المشكلة يمكنك الآن أن تقوم باستخدام أي قالب من قوالب بصرة في المشروع الخاص بك بالتوفيق لنتعلم كيفية استخدام اللغة css في الـ react بالنسبة للذين لا يعرفون اللغة css بالاختصار لغة css يتم استخدامها للتصميم أي شيء يتم عرضها في المواقع الويب أو الواجهة التطبيقات الويب بالاختصار يتم استخدامها للتصميم عناصر الـ html يمكنك مطابعة كورس الـ css التي تقوم بتقديمها لكم لكي تصبح محترف في تصميم المواقع والتطبيقات الويب الطريق الأول لإستخدام الـ css في الـ react كل ما عليك أن تقوم بإنشاف في مجال السورس أحد ملفات css لنفتح أرغب بالتصميمتها بنفس الاسم الـ component فقط صيغط الملف يكون css ودمنها يمكنك أن تقوم بكتابة أي أوامر css وفي الـ component التي ترغب بها أن يتم تنفيذ أوامر css التي تقوم بكتابتها كل ما عليك أن تقول أرغب بـ strat import ثم تقوم بتحديد الملف دمن اقتباس نصي في مثال حالي الملف css يتواجه في نفس المجالات إذا نقول في نفس المجالات قم بإختيار الملف نقوم بتحديد اسم ملف وصيغط ملف لنقوم بالتجابة لنفترض أرغب في الـ component بإنشاء عنصر header وأرغب بنتم وضع المحتوى التالي وفي ملف css أرغب بتحديد العنصر header وأرغب بإضافة بعض الخصائص css لنفترض اللون النص أرغب بأن يكون باللون الأبيض وأرغب على سبيل مثال الخلفية أرغب بأن يكون باللون الذي يقوم بتحديدها وأي خصائص css أخرى مثل ما تشاهد يعمل من دون أي مشاكل ينسح لكل component بأن تقوم به إنشاء ملف css مستقل ولكن إن كنت ترغب بإنشاء ملف css وترغب بوضع أوامر دمنية يتم مشاركتي بين جميع components يمكنك أن تقوم بتزويد الملف css بملف index.js وسوف يطبقها على جميع components الطريقة الثانية للتصميم عناصر css في الرياض هو عبر تزويد العناصر اللي يسترغب بالتصميم بخاصية style لنفترض يتواجد لدينا عنصر آخر على سبيل مثال عنصر mine وأربي وأضع دمنية المحتوى اللي يزرى بها على سبيل مثال مجرة نص لنفترض أرغب الآن بأن نقوم بإستخدام css في الرياض دون أن نقوم بإنشاء ملف css طريقة سهلة مثلما تعلمت دولة css تقوم بتزويد العناصر HTML لنصر بتصميمها خاصية style ولكن هنا ركز لذلك نتمكن من تصميم عناصر HTML من خلال react عبر الطريقة التالية يجب علينا أن نقوم بتمرير قيمة عبارة عن بيانات بسيغة object وذلك نقوم بتمرير خاصية css وكل قيمة يتكون من key و value مفتاح و قيمة المفتاح يكون عبارة عن الاسم الخاصية و value يكون عبارة عن قيمة تقوم بتحديد لذلك الخاصية لنفترض أرغب إضافة خلفية إذا نقوم بإنشاء key يسمى background color قد تلاحظ عندما تقوم بتحديد خاصية css في javascript في حال الخاصية يتكون من أكثر من كلمة دائما الكلمة الثانية والثالثة يبدأ بحرف كبير والكلمة الأول يبدأ بحرف صغير هذه النقطة المهمة شاهد نفس الخاصية في css العادية يتم استخدام ناقص ولكن في javascript يبدأ الكلمة بحرف كبير هذه النقطة المهمة ثم نقوم بتمرير قيمة حسب الخاصية التي قمنا بتحديدها في مسان حالي يتوقع من اللون لنفترض أرغب باستخدام لون أصوت أو أي لون آخر وإن كنا نرغب بإضافة مزيد من الخصائص نقوم بوضع فاصلة ثم key و value في مسان حالي لنفترض أرغب بتغيير اللون أرغب على السمسة باستخدام اللون الأبيض وبهذا الطريقة يمكنك أن تقوم بإضافة أي خصائص css إلى أي عنصر ترغب بتصميمها الطريقة الثالثة لاستخدام css في react في مجلة public يمكنك أن تقوم بإنشاء ملف css لنفترض أرغب بإنشاء ملف css يسميها style وضمن يمكنك أن تقوم بإضافة خصائص css التي ترغب بإنثم تطبيقية على المحتوى لنفترض أرغب بإنشاء ملف css الموقع أرغب على السمسة باستخدام اللون الخلفية أرغب بإنكون باللون الذي يقوم بتحديدها ولاحقا في ملف html نقول نرغب بتزويت الملف بملف css الذي قمنا بإنشاء مصنع تشاهد إذا لم تعلمت كيفية استخدام css في react لا تنسى تقوم بمتابعتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا دائما اقتراح المحتوى الذي قدمه على الآخرين شكرا لكم لنتحدث عن react list list يمكنك عدد بارها عبارة عن array يعني مجموع من بيانات بالعربي قائمة أو لايحة من بيانات بالاختصار في بعض الأحيان قد يتواجد لديك مجموع من بيانات وترغب بالتحويل تلك البيانات إلى شيء ما يتم عرضية في الواجهة على سبيل سهل يتواجد لديك منتجات وترغب بيعرضية في التطبيق أو يتواجد لديك بيانات مستخدمين وترغب بيانات معرضية أو أي شيء آخر بالإضافة سوف أعلمكم كيفية تستخدم method map الذي يتم استخدامه مع بيانات من نوع array في javascript للتسهيل تعامل مع بيانات مخزنة من array إلى آخره لنفترض أن الواجه لديك array يحتوي على مجموع من بيانات ولاحقا أرغب بالتحويل لهم إلى لايحة على سبيل سهل يتم عرضية في الواجهة أو أي شيء آخر لنأخذ مثلا لنفترض أرغب بالتحويل لهم إلى لايحة يتم عرضية في الواجهة في المكان الذي تقوم بتحديدها بكل صورة كل ما عليك أن تقوم بإنشاء variable على سبيل سهل أرغب بالتسمية last item ثم يساوي ثم نقوم بتحديد بيانات بسيغة array في مثال حالي بيانات مخزنة من الواجهة الثانية إذا نقوم بتحديدها ثم نقود نرغب بإستخدام method map ثم نقوم بإنشاء variable لنفترض أرغب بالتسمية language على سبيل سهل لغة وبتحديد بنفسك اللي اسم variable ثم نقوم بإنشاء هذه الأخوات هنا نقوم بتحديد ما نرغب بأن يتم إعادتها الـ variable التالي في أول مرة سوف يصبح قيمتها القيمة الأول من القيمة التي تواجد من أرية المحدد ولحقا سوف يتم إعادة الأشياء التي نقوم بتحديدها وفي مرة الثانية سوف يصبح قيمة ثانية وهكذا إلى ما يأثر إلى نهاية عدد البيانات المخزنة ضمن الآرية المحدد لنفترض في مثال حالي نرغب أن يصنع لنا الصر بيانات لأجل اللائحة إذا نقوم بإنشاء ونصر nice item الذي تواجد في اجتماع ونقول هنا ماذا نرغب بأن يتم إعادتها لنفترض في مثال حالي نرغب بأن يتم إعادت القيمة التي يتم إعادتها البرياب للتالي ولا حقا لنفترض هنا أرغب على السمسا بيانات معارضها مثلا متجعيت ينصح بين تقوم بين شاء بشكل تالي تقوم بين شاء اللايحة على سبيل المثال وتقوم بوضع المحتوى COMMال�도 من اللايحة يمكن أن تقوم بتعديل على النوع اللايحة كل هذه الأمور ممكنة أي culout بقيام بشكل تالي تقول على سبيل المثال إن كان العناصر اللايحة يكون طولها أعلى من صفر يعني يتوجه بيانات أرغب على سبيلسة في ذلك الوقت بطبعة البيانات وإن كان أقل يعني لا يوجد أي بيانات أرغب بأي شيء على سبيلسة الجزء التالي هذا الشيء أيضا ممكن يمكنك أيضا به الشكل التالي ولكن هنا سوف يعتبر أن الجزء التالي عبارة HTML لكي نقول أن ذلك الجزء يكون جافة سكريل نقوم بوضع دمنا هذه الأقواص القيمة مثلا ما تشاهد لنأخذ المسال الآخر المسال التالي أعتقد سوف يكون من أهم الأمثلة غالبا عندما تقوم بجلب بيانات من الAPI أو الDatabase سوف يكون بيانات بصيغة تالية عبارة array يحتوي على Object كل Object يكون سطر من بيانات ولحقا تقوم بتحديد ماذا ترغب بقيام بتلك البيانات لنفترض في مثال حالي أرغب بتحويل البيانات التالية إلى عناصر HTML التماردية على سبيل المسال على شكل الصندوق يقوم بعرض البيانات المنتج لنأخذ مثالا لنفترض أرغب بإنشاء variable سمي product items يساوي ثم نقوم بتحديد الاري الخاص بنا ونقوم الماب نرغب بقيام بشيء ما لنفترض أرغب بيانات من كل منتج في مثال حالي يكون عبارة عن بيانات منتجات أرغب على سبيل المسال بإنه يحدث شيء ما لنفترض أرغب بي أن يتم إنشاء عنصر article وضمن العنصر article على سبيل المسال أرغب بي إنشاء عنصر H2 فقط مثال من كل منتج أرغب بإنه يتم عرض في عنصر H2 الاسم الاسم المنتج وأسفلية على سبيل المسال في عنصر paragraph أو أي عنصر آخر أرغب بإنه يتم عرض category على سبيل المسال أو أي شيء آخر فقط أعطيكم أمثلة وأرغب على سبيل المسال بنفس السطر بين إنته يتم عرض السعر أرغب بإنه يتم عرض على سبيل المسال بيانات المنتجات مثل ما تشاهد يمكن أن تقوم بتصميم وتقوم بعرض المحتوى في أي عنصر مثل ما ترغب بها هنا نقطة أخرى مما لنفتريد في حال لا يوجد بيانات في اللايحة على سبيل المسال البيانات التالية من database وليس نقوم بتحديدها بشكل يدوي وكان لا يتواجد أي بيانات بدلا أن نقوم بعرض الجزء التالي يمكن أن نقوم بعرض شيء آخر على سبيل المسال عنصر diff أو أي عنصر آخر وقوم بعرض من أي شيء على سبيل المسال لا يوجد محتوى أو أي شيء آخر لنقوم بأفراخ مثل ما تشاهد الواجب في هذا الدرس قوم بتحويل الرأي التالي إلى الجدول يتم عرض بيانات التي تتواجد منها وإذا قوم بإنشاء الرأي يحتوي على بيانات التي سيقوم بتحديدها ويتم عرض تلك البيانات في الواجهة بطريقة احترافية يكون مصمم باللغة CSS أو تم استخدام بها قوالب الbootstrap أهم الجزء في درسنا اليوم كنت أرغب بالتوضيح لكم كيفية استخدام method map وإذا كيفية تتعامل مع بيانات بالصيغة RR لعرضها على سبيل المسال في الشاشة مثل ما تقوم بتحديدها لنتعلم كيفية تتعامل مع الفورم من خلال react طبعا فورم يتم استخدامها لإنشاء استمارة لتسمح للمستخدمين لإدخال بيانات وإرسالها إلى الخادم بهدف معالجتها أصلا دورة الشرامة شرحت لكم كيفية إنشاء فورم وإذا كيفية استخدامها لإرسال بيانات إلى السيرفر ولاحقا من خلال أحد لغات يدعم التعامل مع السيرفر مثل PHP أو Node.js في JavaScript يمكنك تلقي تلك البيانات بيادف معالجتها إلى آخره لنفترض أن ترغب إنشاء استمارة لإجل تسجيل دخول أو التسجيل في الموقع أو أي شيء آخر ترغب إرسالها إلى السيرفر لنأخذ مثالا من استمارة لإجل تسجيل دخول يمكن للمستخدام بيان يقوم بوضع إيميل وكلمة مرور ولذين الزر عندما نضغط عليه يقوم بإرسال البيانات إلى السيرفر في هذا الدرس سوف نركز فقط على التعامل مع الفورمس وأيضا إرسال بيانات إلى السيرفر والجزء المتعلق بتلقي البيانات من خلال السيرفر ومعالجتها تعلمته أثناء دورة Node.js بإمكانك تتابع دروس بالترتيب في الرياك يمكنك استخدام عديد من الطرق لتعامل مع الفورمس الطريق الأول يمكنك أن تقوم بإنشاء فورم بالطريقة التالية الطريقة العادية تقوم بإنشاء فورم لنفترض الفورم التالي قمنا بإنشاء من خلال الرياك بالطريقة العادية لإستعلم توفي إلى HTML لنفترض أرغب بإدخال البيانات وأرغب لاحقا بأن نقوم بضغط على الزر التالي الذي يتم رسال البيانات إلى السيرفر قد تلاحظ عند محدث سوفمت يعني عندما تم رسال بيانات الفورم إلى السيرفر تم إعادة تحميل الصفحة فهذا يعني كان يتواجد لديك أجزاء أخرى في التطبيق خاص بك وترغب من خلال الاستمارة بإرسال بيانات إلى السيرفر سوف يتم إعادة تحميلهم بالكامل وبالتالي من خلال الرياك يمكنك تجنب تلك الأمور يمكنك أن تقوم بإنشاء فورم يمكن لنفترض بوضع البيانات ولاحقا عندما يتم إرسال بيانات إلى السيرفر لا يحدث إعادة تحميل الصفحة وبالتالي لا يحدث أي تأثير على باقي إجزاء من الصفحة التي تواجد فورم بها لكن نتمكن من تعامل مع الفورم بكل سهولة يمكننا نقوم بإنشاء فانكشن نقوم بتسمية على سيرفر فورم أو أي شيء آخر يعني تعامل مع الفورم أو هكذا الشيء وثم نقول فورم عندما يحدث سوبميت نرغب بإستدعاء ذلك الفانكشن ودمنها نقوم بوضع الأوامل الذي نرغب بياني تمت الفيديو عندما يحدث الحدث يمكننا أيضا نقوم بإنشاء هنا فريابل سوف يتم تمرير له الحدث الذي حدث ثم نقول الحدث الذي حدث نرغب بياني تم منعها الأوامر التالية يكون من الأوامر جواف اسكريب لكي لا يتم إرسال البيانات إلى السيرفر أو يتم يعادل تحميل الصفحة وبعدها يمكننا نقوم بتحديد ما زل نرغب بياني حدث لنفترض لاحقا أرغب بياني تم إرسال البيانات بالخلفية إلى السيرفر أو إلى أي مكان آخر نقوم بتحديدها يمكنك بكل صورة تقوم باستخدام ولكن هنا لنفترض أرغب على صفحة بياني تم عرض شيء ما في الكونسول على صفحة النص التالي لنقوم بمشاهدة في الكونسول لنقوم بتجربة مثل ما تشاهد لم يحدث أي تحديث للصفحة يمكننا الآن بكل صورة نقوم بتحديد ماذا نرغب بيقيام بالبيانات الاستمارة إذن ترغب بيحصول على البيانات اللي تم إدخالها في الفورم كيف يمكنك ذلك؟ طبعا لديك عديد من الطرق الطريق الأول يمكنك أن تقوم بتزويد العناصر اللي سترغب بيحصول على قيمتهم بـ ID مثلما تعلمت في جواب سكريب على سمسل يرغب بي تزويد الانبوت التالي بـ ID نقوم بالتزويد بـ ID نسميه على سمسل إيميل وهنا يمكننا على سمسل بإنشاء متغير نسمي إيميل ثم نقوم بتحديد ذلك العنصر عبر الـ ID ونقوم نرغب بيوصول إلى الخاصية يعني قيمة الـ input ونرغب على سمسل بعديد في الـ console هذه هي الطريق الأول يعني طريق جواب سكريب العادية طبعا لنقوم بالـ value وليس قيمة الأخرى مثل ما تشاهد إذا هذه هي الطريق الأول يعني تقوم بتحديد العناصر اللي سترغب بيحصول على قيم خاص بهم عبر الـ ID هناك عديد من الطرق أخرى على سمسل يمكنك أن تقوم باستخدام use reference كل ما عليك أن تقوم بإنشاء variable على سمسل أرغب بإنشاء variable يسميه إيميل ثم نقول أن نرغب بإنشاء variable من نوع use reference وثم نقوم بربط العنصر اللي نرغب بتحكم بها بذلك الـ variable نقوم ref ثم نقوم بتحديد ذلك الاسم ومن خلال ذلك الاسم يمكننا وصول إلى الخصائص اللي يملكه ذلك العنصر على سمسل للحصول على القيمة التي تم إدخالها إلى العنصر الـ input التالي إلى آخره لنقوم بتجربة الطريقة الثانية لنقوم بإجعل الجهد التالي كالتعليق لسنا بحاجة إلى ID يمكننا نرغب بإستخدام الطريقة التالية نقول بكل سهولة نرغب بالوقت الحالي بوصول إلى العنصر المحدد ثم نقوم بوضع النقطة ثم نقوم بتحديد نرغب بوصول إلى أي خاصية يملكه ذلك العنصر طبع حسب النوع العنصر يمكننا نسؤول إلى خصائص منهم على سمسل العنصر الـ input يملك خاصية value لحصولها لقيمتها الحالية مثل ما تشاهد الطريقة السهلية يمكنك أن تقوم بإستخدام useState بكل سهولة تقوم بإنشاف variable من نوع useState لنقوم بإنشاف variable من نوع useState ثم بكل سهولة يمكننا نقول على سبيل سهل في حال قام نستخدم بوضع شيء ما دمن العنصر الـ input المحدد أو حدث أي تعديل عليه نقول onChange على سبيل سهل أرغب بحصول على قيمة الـ input المحدد وارغب بجعل قيمتها قيمة اللي يجب أن يملكه الـ variable التالي بكل سهولة نقول نرغب بحصول على event ثم نقول نرغب من الحدث الذي حدث على العنصر المستهدف بحصول على خاصية يملكه زلك العنصر في مثال حالي عنصر input يمكن من خلال خاصية value بوصول إلى قيمتها ولكن هنا بدأ نقوم بقيمة الشكل التالي نقول set email نرغب بالتحديث القيمة اللي يجب أن يكون الـ variable التالي من نوع useState وهنا نقوم بتبرير قيمة جديدة وقيمة جديدة يكون القيمة اللي يجب أن يكون العنصر input المحدد لنقوم بتجربة هذه المرة سوف أقوم باستخدام useState نقول نرغب بالطبع القيمة اللي يجب أن يكون الـ email لنقوم بتجربة مثلا تشاهد أهلا تعلمت الثلاثة الطرق للحصول على البيانات التي يقوم المستخدام بإدخارها طبعا نفس الطريقة يمكنك أن تقوم باستخدامها مع عناصر من النوع text area أو select option إلى آخره بالنسبة إن كنت ترغب على سبيل المساب بأن تقوم بإرسال البيانات الذي يقوم المستخدام بإدخالها إلى أحد مسارات بكل سهولة يمكنك أن تقوم باستخدام على سبيل المساب fetch الذي يتم استخدامها لإنشاء الطلب نقوم بالتحديد في البداية إلى أي مسار نرغب بإرسال الطلب ولاحقا نقوم بالتحديد البيانات الذي نرغب بإرسالها في البداية نقوم بالتحديد طريقة إرسال لنفترض أرغب بإرسال بيانات عبر طريقة post ثم نقول body المحتوى الذي نرغب بإرسالها ثم نقوم بالتحديد المحتوى يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك أي محتوى في مثال حالي لنفترض أرغب بإرسال على سبيل المحتوى الـ input الأول الـ input email و password في مثال حالي يمكننا نقوم بإستخدام أحد من ثلاث الطرق لنفترض الطريقة الأخيرة بكل صورة نقول على سبيل المحتوى عبر الاسم التالي أو أي اسم آخر أي قيمة نرغب بإرسالها لنفترض أرغب بإرسال email ثم إن كنا نرغب بإرسال مزيد من القيم لنفترض أرغب على سبيل المحتوى بإرسال بالآخر هذه المرة لأجل الـ input password نقوم بالتحديد تملصنا بحاجة إلى خصائص التالية ثم لأجل الـ password نقوم بالتحديد password ونفس الطريقة يمكنك بإرسال باقي البيانات إلى المسار الذي ستقوم بالتحديد لنفترض في مثال حالي بإرسال البيانات إلى نفس المسار فقط مثال الموقع تقوم بالتحديد إلى أي مسار ترغب بإرسالها وسوف يتم إرسال الطلب إلى ذلك المسار لنقوم بالتجربة لنشاهد network ونقوم بتجربة مثلا متشاهد تم إرسال طلب يقول تم إرسال بيانات على شكل object ينسو عندما تقوم بإرسال البيانات إلى أحد مسار تقوم بتحويلها في البداية إلى بيانات بسيغ gson لكي تسهل قراءاتها لشاهد مثلا متشاهد تم إرسال البيانات إلى المسار الذي قمنا بالتحديد ولكن في مسان حالي يقول المسار التالي لم يتم برمجات لطلقي طلبيات من نوع post نعم بالفعل لم نقوم ببرمجاتها لطلقي البيان طلبيات من نوع post النقطة أخيرة موما عندما تقوم بإرسال بيانات إلى المسار التي تقوم بتحديدها بسيغ gson قم بتحديد في الطلب خاص بك على أن بيانات التي تسمى إرسالها يكون بسيغ gson إذن لن تعلمت كيفية إرسال بيانات استمارة دون أن تم حدوث أي تحديث للصفحة أو حدوث أي تأثير على باقي أجزاء من المحتوى الذي تم عرضها في الصفحة وإذن تعلمت كيفية إرسال بيانات إلى أي مسار تقوم بتحديدها بالإضافة يمكنك أن تقوم بتلقي الرد عبر الطريقة التهليئة تقول من الطلب خاص به أرغب بالتلقي بيانات على سمسار الرد يكون بصيغ json أو بأي صيغة أخرى ولاحقا تقول بعد ما طلق الرد يمكن على سمسار بحصول البيانات وأقوم بتخزين ها ضمن الفرياب المحدد ولاحقا على سمسار أرغب بيطاب تلك البيانات في الكون أو أقوم بالتحدي بنفسي ماذا أرغب بقيام بالرد ويمكنك أن تقول في حال الحادث الخطمة يعني في حال يتميع بيانات بسيغ json أرغب على سمسار بتخزين الخطف في المتغير يسمى error وأرغب لاحقا على سمسار بالطبيعة في الكون كل هذه الأمور ممكنة وأينا تعلمت كل هذه الأمور أصلا دورة json api كيفية استخدام فتش من الصفر حتى الاحتراف أهم أجد في هذا الدرس كنت أرغب أو json api لنشرح ما هو react router وأيضا كيفية استخدام ها بالاختصار react router يتيح لنا بناء مواقع والتطبيقات الweeb متعدل صفحات باحترافية وأيضا من خلالها يمكنك تسهيل تنقل مستخدمين بين الصفحات بالإضافة تحديد مسارات مختلفة لكل صفحة وكاسين من الأمور الأخرى لكن نتمكن مواقع ومتعدل صفحات باحترافية وأيضا تسهيل تنقل بين المسارات يمكن أن نقوم بتزويد المكتب التالي إلى المشروع الخاص بنا لكن أن نتمكن من قيام بذلك بكل سهولة لنقوم بالتنصيبية بعد ما تقوم بالتنصيبية يمكنك هنا أو على الصفحة في component up يمكنك أن تقوم بإنشان تصفح المسارات ودمن يمكنك أن تقوم بتحديد المسارات ولكل مسار يمكنك أن تقوم بتحديد أي محتوى ترغب أن يتم عرضها في حال قام المستخدم بزيارة ذلك المسار إذن لنفترض أرغب بإنشان تصفح المسارات ودمن العنصر المسارات يمكن أن نقوم بإضافة عناصر من نوع روت للتحديد المسارات العناصر من نوع من خلال باز لنقوم بتحديد إلى أي مسار في حال ذهب المستخدم إليه وماذا نرغب بين إعادتها لنفترض التواجد لدي عديد من الصفحات سأقوم بإنشان مجال تسمي page صفحات ودمن ها لدي صفحة home و صفحة about حوله ورغم على صفحة إعادة شيء بسيط عندما يقوم كيفية إنشان ووقع يتكون من عديد الصفحات من خلال react وليجل الصفحة التالية أرغب على صفحة بين إعادة لنا الصفحة حولنا هنا لنفترض الصفحة الرئيسية عندما يقوم شخص بزيارتها أرغب بين إعادة المحتوى الذي تواجد في component home هنا تم عرض لنا خطأ لأن لم نقوم بإستدعائها من ذلك المكتبة تم حل المشكلة وليجل ارغب على صفحة عندما يقوم شخص بزيارة المسار التالي أرغب أن يتم إعادة المحتوى الذي تواجد ضمن component about أو أي component آخر تقوم بتحديد لنقوم بالتجربة سوف توجه إلى ذلك المسار مثلا تشاهد وبنفس المفهوم يمكنك أن تقوم بالتحديد إلى أي مسار ثم تقوم بتحديد المحتوى التي ترغب أن تم عرضها حسب المسار الذي قمت بتحديد هذا أيضا ممكن يمكنك تقوم بتحديد مسار مختلفة لنفس المحتوى على صفحة هنا أرغب نقول عندما يقوم شخص بزيارة contact أرغب أيضا أن تم عرض المحتوى الذي تواجد ضمن component التالي لنقوم بتجربة مثلا تشاهد كل هذه الأمور ممكن لنفترد لأجل باقي المسار أرغب أن يتم إعادة المحتوى الذي تواجد ضمن component للتحديد باقي المسار نقوم بوضع علامة نجمة لنقوم بتجربة مثلا متشاهد أو يمكنك أن تقوم بإنشاء component آخر تقول الصفحة التالية لا يتواجد أو أي شيء آخر أو يمكن أيضا هنا أن تقوم بإعادة محتوى بشكل مباشر لنفترد أرغب أن نقول الصفحة لا يتواجد لأجل باقي المسار مثلا متشاهد إذن بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بإنشاء تطبيقات أو مواقع ويب من خلال رياع كي تكون من عديد من صفحات يمكنك أيضا أن تقوم بإنشاء روابط يتيح للمستخدمين بالتنقل بين الصفحات بكل سهولة على سبيل مساء من خلال إنشاء شريط تنقل لإنشاء الروابط يوجد لديك الثلاثة الطرق الطريق الأول هي عبر العنصر A الذي تواجد في HTML أو يمكنك استخدام العنصر Link أو Novel Link الذي تواجد في المكتبة الذي قمنا به تزويد المشروع خاص منها سوف تقول ما هو الفرق بين إنشاء الروابط من خلال العنصر A في HTML وأيضا العنصر Link الذي تواجد في المكتبة الذي نقوم باستخدامها الفرق عندما تقوم بإنشاء العنصر A يمكنك التنقل بين الصفحات ولكن عندما يتنقل بين الصفحات سوف يقوم بإعادة تحميل التطبيق من جديد وعندما تقوم بإنشاء رابط من خلال العنصر Link الذي تواجد في ذلك المكتبة سوف تتمكن من التنقل بين الصفحات دون أن يتم يعادة تحميل التطبيق هذه ميزة جميلة يمكنك أن تقوم بإنشاء رابط من خلال العنصر A على سوف إن كنت ترغب أن تود المستخدم إلى الصفحات خارج التطبيق على سوف على موقع آخر وإن كان الصفحة تواجد في نفس التطبيق يمكنك أن تقوم بإنشاء على سوف من خلال العنصر Link بالنسبة Nav Link هي نفس Link ولكن يتيح لك التنقل بين الصفحات عندما تقوم بزيادة أحد الصفحات يتم إضافة إلى ذلك الصفحة Class Active أو هكذا الشيء لك تتمكن من تفريغ في أي صفحة يتواجد المستخدم في ذلك الوقت لنقوم بأخذ بعض أمثلة لنفترض أرغب بإنشاء شريط التنقل لنفترض يتواجد لدي ملف JavaScript أرغب بإنشاء شريط التنقل بها لنفترض في شريط التنقل خاص بإنشاء عنصر ناف وضمن العنصر ناف أرغب على سمسا بإنشاء list يحطي على أصل من بيانات وأرغب في كرسط من بيانات على سمسا بإنشاء عنصر link هنا نقوم بتحديد النص الذي نرغب أن يتم عرضها وضمن خاص نقوم بتحديد إلى أي مسار أرغب أن يود المستخدم عندما يتم نقر على النص الذي تواجد هنا لنفترض أرغب على سبيل المساب نقول أرغب أن يتم عرض النص التالي وأرغب أن يود المستخدم إلى المسار التالي وأرغب إضاف قيمة أخرى إلى اللايحة هذه المرة أرغب على سمسا بإنشاء العنصر A بدل العنص لكي تشاهد الفرق بين الأسنين لنفترض أرغب يضاف شريط التنقل إلى صفحة رئيسية وأيضا لباقي الصفحات يمكن أن نقوم بتزويد ها هنا الركز سوف أقوم بالضغط على الرابط التالي لتوجه إلى المسار التالي مثلا تشاهد توجه إلى ذلك المسار دون أن يتم إعادة تحميل التطبيق إذا نقلت على الرابط إذا لن تعلمت الفرق بين الأسنين ينصح بأن نقوم باستخدام العنصر نوف link بدل link لأنه سوف يتيح لنا بمعرفة في صفحة نتواجد في وقت الحالي لنفترض أرغب بضغط على الصفحة about لنشاهد في صفحة about سوف تشاهد أنه قام بإضافة class يسمى active فهذا يعني ألان يمكن على صفحة من خلال css بالتحديد ذلك class ونقوم بإعطاء لون مختلف مثل ما تشاهد ألان يمكن للمستخدم بمعرفة في أي صفحة يتواجد إذا لن تعلمت كيفية إنشاء الروابط وإنشاء شريط تنقل يمكن للمستخدم بمعرفة في أي صفحة يتواجد الواجب هذا الدرس قم بإضافة تطبيقات أو مواقع ويب إحترافية من خلال رياكت قد ترغب لاحقا بأن تقوم بإستخراج نسخة من ذلك الموقع أو تطبيق لذي قمت بإنشاء للنشر على الإنترنت أو استخدام على الكمبيتر خاص بك أو في أي مكان آخر لك تتمكن من بناء مشروع رياكت واستخراج نسخة من موقعك قابل للنشر فهناك بإستخدام الأمور التي يعمل فقط على السيرفر مثل رياكت راوتينج وبعض أمور أخرى في حال لم تقوم بإستخدام تلك الأمور فيمكنك أن تقوم بإستخدام الطريق الأول لكي تتمكن من استخراج نسخة من موقعك يعمل على السيرفر وأيضا بدون سيرفر في مثال حال المشروع التالي قمت بإستخدام رياكت راوتينج فهذا إذا قمت ببناء المشروع لن يعمل لدي سوف أقوم بإستخدام مشروع آخر يمكنك توجه إلى الـ خاص بإستخدام من مشاريع الرياكت على سبيل المثال يمكنك توجه إلى المشروع التالي ثم يمكنك أن تقوم بأعمل أو يمكنك أن تقوم بتحميل بسيغة زيب سوف أقوم بالنسخ الرابط لنفترة هنا في نفس المشروع أرغب بجلب زيلك المشروع يمكنك أن تقوم بتحدي بنفسك أي مسار نقول get clone ثم الرابط ثم يحتوي على كثير من الأمور نحن بحاجة إلى المسار إلى كود تطبيق الرياكت نقول cd أرغب بدخول إلى زيلك المجلة أرغب بدخول إلى مجلة react app source code وأرغب بتشغيل المشروع في البداية فقط لتجربتها يقول البرنامج آخر يعمل على port 3000 يمكنك أن تقوم بوضع yes لإستخدام port مختلف قطي تطبيق بسيط قمت بإنشاء لأجل مشروع في الجامعة كلمة مرور 1234 يمكنك تعديل عليها لاحقا لنفترض أرغب بناء المشروع react الذي يتواجد هنا لنقوم بذلك في البداية يجب علينا أن نتواجه إلى ملف التالي في البداية يجب علينا إضافة الجزء التالي مسبق قمت بإضافة ها لكي بعد ما يتم بناء المشروع الملف التالي يتمكن من قراءة الملفات التالية وإلا لن يتمكن من معرفة أين يتواجد تلك الملفات للتالي نقوم بإضافة الجزء التالي لكي يبدأ من الجزر يعني يبدأ من المجال التالي يدخل إلى مجال التالي وهكذا لبناء مشروع react كل ما علينا نقوم بكتاب نعم npm run build بعد اكتمام من بناء سوف تجد مجال التالي ومجال التالي يحتوي على نسخة من موقعك تم بنائيا من مشروع react لنفترض أرغب بفتح الملف التالي أرغب بفتح كملف html عادي مثل ما تجي سوف يمكن أيضا نقوم بفتح من خلال server هذا الشيء أيضا ممكن وإذا قد تلاحظ الأكوات خاص بك صعب راتيا react يقوم بقيام بكثير من الأمور لأجل حماية المصدر الأكوات خاص بك إذا لم تعلم كيفية استخراج نسخة من موقعك قابل للنشر على الانترنت أو استخدام في أي مكان مع server أو بدون server الطريقة الثانية يمكن أن تقوم باستخدام ها إن كان يتواجد في المشروع react خاص بك أمور يعمل فقط على server مثل react routing فيمكن أن تقوم بتنصيب المكتبة التالية ولاحقا عندما تقوم بنشر موقع على الانترنت يجب أن يدعم JavaScript Node.js لكي تقوم بالتنفيذ الأوامر التالية هنا يعني مجلة التي يحدث على المشروع في حال إن كنت ترغب بتنفيذ أو مباشرة ضمن المجلة يمكنك فقط بالتنفيذ الجهد التالي وإذن يمكنك أن تقوم بتحديد على أي port ترغب يعمل الموقع الخاص بك في وضع الفترة سوف يكون على port 3000 ولكن يمكنك أن تقوم بتحدي بنفس أي port الطريقة الثانية كل ما عليك أن تقوم بفتح المجلة التي يحدث على المشروع ثم تقوم بتنصيب ذلك المكتبة تقول npm install ثم global أرغب بتنصيب مكتبي سما surf بعد اكتمال من تنصيب يمكنك الآن بناء الموقع الخاص بك تقول npm run build وسوف يقوم بإن شاء لك نسخة من موقعك قابل للنشر مثلا تشاهد ولكن شاهد إذا قمت بمحاولة بفتح بطريقة التالية بما إن المشروع خاص من يحتوي على routing سوف يتم عرض لنا بشكل التالي لأن في مساء حالي في المشروع خاص من الدروس السابقة قلنا جميع المسارات الغير معروفة أرغب بإن تم يعاد النص التالي وهو يعمل وإن routing لا يعمل بالشكل الإفتراضي في مساء حالي لأنه يحتاج إلينا بأن نقوم بتشغيل بطريقة أخرى يجب علي أن نقوم باستخدام الطريقة الثانية الطريقة الثانية بعدما تقوم باستخراج نسخ من موقعك قابل للنشر كل ما عليك أن تقوم بكتابة في المجلة الذي يحدوي على المجلة التي سمّ استخراج مشروع save فراغ ثم نرغب بالتصفح فراغ ثم نقوم بتحديد المجلة التي يحدث على المشروع في مساء حالي يحتوي المجلة التالية المشروع ونضغط على enter مثلا تشاهد بوضع في سوف يكون بورت لتلف يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك على أي بورت ترغب أن يعمل مثلا تشاهد ألا يعمل من دون أي مشاكل يمكنك أيضا أن تدخل إلى المجلة التي يحدث على المشروع ثم يمكنك بكل سهولة تقول أرغب بالتصفح دون تحديد أي شيف تلقي سوف يلتقط الملف التالي لفتح في السيربر يمكنك أيضا تقوم بتحديد عليه بورت تقوم بوضع ناقض ثم L ثم الاسم البرت على سبيل ساب بورت مينين إذا كان ليس محجوز سوف يعمل Node.js وتقوم بتنصيب مكتبة Express لنقوم بتطبيقها يعني يكون متشابية مع الطريقة الثانية ولكن هذه المرة من خلال Node.js بعدما تقوم ببناء المشروع خاص بك واستخراج نسخة من موقعك قابل لنشر يمكن أن نقوم بفتح سيرك مجلات ثم في Terminal كل ما علينا لأن نقوم بإنشاء مشروع Node.js لإنشاء مشروع Node.js كل ما علينا في البداية نقوم بإنشاء ملف JavaScript لنفتر أرغب بإنشاء ملف وسمي Up ثم نقوم بالتنفيذ في Terminal الأوامر التالية NPM هنا أرغب بإنشاء مشروع Node.js ثم نقوم بتحديد الملف JavaScript في وضع الأفترة هذه في مثال حال نضغط Enter إذا ما ينتهي أنا نقوم بإنشاء المحتوى نرغب بإنشاء مجلة build المجلة التالية نحن حاليا ندمنها وبالتالي نقوم بوضع نقطة هنا نقوم بتحديد الملف الذي نرغب بإنشاء معرضها هنا نقطة هنا على port ألف ثم في Terminal الذي كانت من تشغيل نقوم نرغب بالتشغيل ثم نقوم بتحديد الملف JavaScript لنقوم بتجريبة على port عندما تقوم بنشر موقعك على الإنترنت عبر الطريقة الثالثة يجب الاستضافة يدعم تشغيل تطبيقات Node.js ورحكة تقوم بالتنفيذ الوامر التالي لكي يعمل التطبيق ويمكن لاحقا للمستخدمين بالتصفح التطبيق حسب الport الذي قمت بتحديد ها و المسار الذي قمت بتحديدها هذه الأمور البسيطة تعلمته أثناء دورة Node.js إذا لم تتابع دورة Node.js أنصحكم بشدة بمطابعتها لكي تتعلم كثير من الأمور وتصبح محترف وجهز للعمل لنتعلم ما هو use reducer وأيضا كيفية استخدامها وأيضا ما هي فوائد use reducer بالاختصار use reducer يكون متشابه مع use state يمكن أن تقوم باستخدام على سبيل واضياء أو على سبيل المسأل في بعض الأحيان ترغب أن تقوم بعمل عمليات حسابية ولاحقا ترغب بالتحديث القيمة في تلك الحالات يمكن أن تقوم باستخدام user reducer لكي تسأل على نفسك قراءة الأكواة خاص بك وفهم ها لنتعلم كيفية variable من نوع user reducer وأيضا كيفية استخدامه لكي تتمكن من استخدام user reducer كل ما عليك أن تقوم باستدعية في الملف الذي ترغب باستخدام user reducer لنفترض في الملف التالي أرغب باستخدام user reducer إذا نقوم باستدعية من react ثم الآن يمكن بكل سؤول بأن نقوم بإنشاء variables من نوع user reducer مثلا نقوم بإنشاء variables من نوع use state لإنشاية كل ما علينا في البداية بأن نقوم بإنشاء العرية التالي ضمنها نقوم بتحديد قيمتين في البداية القيمة اللي يزمن خلالها يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة ضمن البريابل والقيمة الثانية يكون عبارة عن اسم نقوم من خلالها بالتحديث القيمة اللي يزمن لك قم بتحديد الاسم بريابل بناء البيانات التي ترغب بتخزين لنفتح أرغب بتخزين عدد يتم عرضية في الواجهة فقط مثال سوف سميها number وأرغب بإستخدام الاسم التالي set number دع العدد للتحديث القيمة اللي يزمن البيانات ثم لكي يصبح البيانات من نوع use reducer كل ما علينا نقول يساوي use reducer هنا يتوقع مننا الرياك بأن نقوم بتمرير قيمتين القيمة الأول يكون عبارة عن function تقوم بتحديد والقيمة الثانية يكون عبارة عن قيمة فتراتي نقوم بتحديد للبريابل الذي قمنا بإنشاها الفنكشن الذي نقوم بالتحديد القيمة الذي يقوم بيعادتها سوف يصبح القيمة الذي يملكه البريابل التالي عندما نقوم بتحديث القيمة الذي يملكه ذلك البريابل لنفتر أرغب بإنشا function هنا الفنكشن الذي نقوم بإنشاها يتوقع مننا بأن نقوم بتحديد اسم الاسم الذي نقوم بتحديد سوف يتم تخزين دمني القيمة الذي يملكه البريابل في ذلك الوقت لنفترث أرغب بيسميها current number ولنفترث على سبيل سهل في كل مرة تم تحديث أرغب على السبيل سبيل نقوم بقيام بشيء ما ولاحق أرغب بعادة الشيء الذي نقوم به تحديد وذلك الشيء سوف يصبح قيمة جديدة للبريابل المحدد قم بتحديث البيانات حسب احتياجات خاص فكالة لنفترث أرغب بإنشاء الزر في كل مرة الرأي يتم نقرأ على ذلك الزر يتم إضافة 1 إلى قيمة لذلك الفريابل الثالي إذا نقوم return القيمة الحالية زائد 1 ولنفترث أرغب بإنشاء الزر هنا فقط مثال لكي تتعلم كيفية استخدام البيانات مخزن ضمن نوع user reducer لنفترث أرغب بعرض البيانات ضمن الزر ورغب نقول عند النقر أرغب بتحديث قيمة جديدة عندما نقوم بإستطاع المحدد في مثال حالي للتحديث القيمة لذلك تنفيذ للأوامر التالية قم بتحدي بنفسك أي أوامر ترغب بإنتم تنفيذها طبعا ما زلنا لم نقوم بتحدي القيمة الزر لنفتر أرغب أن يكون القيمة الزر الصفر في مثال حالي مثلا من تشاهد هنا يمكننا أن نقوم بوضع أي شيء نرغب لنفتر أرغب بنقول في حال أصبح القيمة التي يجب بالفرياب التالي على سمسال يتساوى مع خمسة أرغب بإنتم تصفير القيمة التي يجب بالفرياب التالي يعني هكذا أمور أيضا ممكن نقوم بإعادة قيمة حسب الشرط الذي نقوم بتحديد نفس الشيء لباقي الأمور تقوم بوضع الشرط ثم تقوم بالتحديد ماذا ترغب أن يتم يعادته والشيء الذي تقوم بيعادته سوف يصبح قيمة جديدة للفرياب خاص بك لنقوم بتجربة مثلا متشايت يمكنك أيضا أن تقوم بوضع الثرياب آخر ولاحقا هنا تقوم بالتمرير القيمة لذلك الثرياب لنفتر أرغب بإنشاء الثرياب وهنا أرغب بتمرير له قيمة على سمسال القيمة أرغب بنقول يكون زائد وترغب على سمسال لاحقا بإنشاء الثرياب على سمسال للنقذ أو للضرب وهكذا وبناء عن القيمة التي يمكن ذلك الثرياب يمكنك أن تقوم بتحديد ماذا ترغب بإن يحدث كل هذه الأمور ممكن سوف أعلمكم في الدرس القادمة كيفية برمجة هكذا موقع احترافية خلال عدة دقائق من خلال React وأيضا سوف أعلمكم من خلال كيفية استخدام User User بشكل أفضل شكرا لكم على المشاهدة إلى لقاء لنتعلم كيفية برمجة تطبيقات الويب من خلال React بسهولة و باحترافية في هذا الدرس سوف أعلمكم كيفية إنشاء هكذا موقع ويب يمكن للمستخدمين بإضافة مهمات أو لحسفها إلى آخر يمكنك أن تقوم باستخدام نفس الفكرة لأجل باقي الأمور على سبيل عندما ترغب بإنشاء موقع التصوق يمكن للمستخدمين بوضع المنتجات إلى السللات ومشتريات إلى آخر أيضا في هذا الدرس سوف نقوم باستخدام الأمور التي استعلمناه في الدرس السابقة مثل Use State Use Reducer و Use Effect أيضا سوف أعلمكم كيفية تخزين بيانات باستخدام React بحيث عندما يقوم المستخدم بتحديث صفحة البيانات يبقى مخزنة بالإضافة لبعض أمور متعلقة بالمستخدم متقدم من JavaScript في البداية نقوم بإنشاء القسم العلوي على سمسل لوضع Logo وبجانبها اسم الموقع أو أي شيء آخر سوف أقوم بإنشاء ملف آخر تسمي على سمسل Header يعني القسم العلوي ضمنها سوف أقوم بإنشاء Component تسمي Header ويقوم بعادة العنصر Header من عناصر HTML في Up سوف أقوم بإستدعى Header أرغب بإعرضه في البداية هنا في البداية لنفترض أرغب بإضافة على سمسل صورة لأجر اللوغو قمت مسبقا بإضافة صورة إلى مجلة Public سوف أقوم بتحديد زلك الصورة قم بوضع اللوغو الذي ترغب بها ثم قم بتحديد ها وأرغب بتحديد الارتفاع على سمسل بالنسبة 60 Pex وأرغب بإضافة بإضافة عنصر H1 لعرض الاسم الموقع على سمسل أو روابط أو أي شيء آخر لنفترض أرغب بإضافة بعض خصائص CSS لكي يتم عرضها بشكل أجمل في البداية أرغب يجعل العنصر هيدر من نوع Display Flex والعناص الذي يتواجد منها يكون بنفس السطر ويتم توزيعهم بشكل متساويب الفراغ بينهم وأرغب ضمن العنصر هيدر أرغب بالتحديد له الارتفاع الخط على سمسل 60 Pex لكي يكون متساويين تقريبا وبالنسبة لحجم الخط على سمسل القيمة التالية سوف أقوم بالتزويد إلى Up أو هيدر لا يفرق سوف أقوم بالتزويد إلى Up أرغب بإستدعم ملف CSS نقوم بالتحديد أين يتواجد يتواجد في مثال حالي في نفس المجلة main القسم المحتوى دامنية سوف أقوم بإنشاء عناصر main الأساسية ثم أصف العنصر يترغب على سمسل بين المحتوى التي تتواجد من الكمبونيت main دامن المين في البداية سوف أقوم بإنشاء variable من use reduce لتخزين المهمات وإدارتها سوف أقوم بإنشاء function وسمي على سمسل Update tasks للتحديث المهمات وسوف أقوم بالتمريل له قيمة في البداية المهمات user reducer سوف يقوم بالتمريل له المهمات وأرغب بإنشاء variable آخر وسمي على سمسل action يعني الشيء الذي يرغب المستخدم بقيامها على سمسل بعد قليل لحزف بيانات أو لإدافة بيانات جديدة إلى آخر ثم نقوم بالتمريل الاسم function إلى user reducer ثم نقوم بالتحديل قيمة افتراضية للvariable التالي لنفتراض أرغب بأن يكون عبارة array فارغة لنقوم بالتزويد user reducer إلى الكمبانيت خاص منها وضمن المين لنفتراض أرغب بأن نقوم بإنشاء حق اليمكن المستخدم بوضع بيانات وجانب الزر عندما يقوم نقر المستخدم عليه يتم إضافة مهمة إلى القائمة مهمات إذن لنفتراض يتواجد لدينا input وإذا يتواجد لدينا زر ولنفتراض في أعلى يتم عرض المهمات المدافع في الجدول على السمسال لنقوم بوضع بشكل افتراض في مثال حالي بعض المهمات يكون عبارة عن بسيغ object على السمسال كي يسمى task المهمة ثم القيمة التي نقوم بتحديد على السمسال تناول طعام أو أي مهمة أخرى وإذا يتواجد لدينا آخر للتخزين دمنها إن كان المهمة تم اكتمال هي أولى ولدينا بعض المهمات أخرى على السمسال لعب كرة ويكون هذه المرة مكتابلة لنفتراض نرغب بإنشاء جدول table ودمنها نرغب بإنشاء عنصر table المحتوى table على السمسال أنا نرغب على السمسال بعرض المهمات في هنا نقوم بتحديد ماذا نرغب نرغب بعرض كل مهمة في سطر من بيانات في الجدول أرغب على السمسال في العمود الأول بعرض المهمة وفي العمود الثاني على السمسال إن كان المهمة مكتملة أرغب إني تم عرض النص الثاني على السمسال جعلها غير مكتمل وإن كان غير مكتمل أرغب إني تم عرض على السمسال النص جعل مكتملها. قم بتحدي بنفسك النص. يمكنك ايضا تقوم بعرض ايقونات بدل النص هذه امورها ايضا ممكنة. وفي العمود الثالث ارغب على سمسال بانشاء الزر. على سمسال علامة X يمكن من خلال يحذف المهمة عندما يتم نقر على الزر المحدد. في مثال حالي لم يتم عرض اي شيء لأننا لا نقول نرغب بان اعادة البيانات. طبع هنا مهمة مهمة لأننا قمنا بتسمية الاسم بريابل هنا بالتاسك. يعني يتم تخزين دمنيات السطر البيانات المهمة. ولعقا دمنا كي يسمى تاسك. قمنا بتخزين القيمة لأجل المهمة يمكنك ان تقوم باختيار اسم مختلف. انت الحرف في الاختيار. لنقوم بالجهة الان عندما يتم نقرأ على الزر التالي يتم اضافة المهمة الى قائمة المهمات. لنقوم بانشاء فانكشن نسمي على سمسال عط تاسك. اضافة المهمة. نقول اون كليك. عندما نقرأ على الزر التالي يتم استدعى ذلك الفانكشن. نرغب بحصول على القيمة اللي يجب ان يكون الانبوت التالي. لنقوم بانشاء فاريابل من نوع useState. على سمسال نرغب بتسمية الانبوت. يعني مهمة جديدة. طبع هنا ستقوم باستدعى useState من react. عندن تحديث اون change. نقوم من event. عندما يحدث الحدث. من حدث. نقوم بتجلب لي العنصر المحدد الذي حدث حدث عليه. ارغب بجلب منها القيمة اللي يجب لكه ذلك العنصر. طبعا ارغب بالتزوية القيمة الى الفاريابل الذي قمنا بانشاءه. وهنا value. قيمة افترادية كما عبارة القيمة اللي يجب لكه ذلك الفاريابل. وهنا ارغب بان نقوم بتحديث القائمة المهمات. اذا نقول set tasks. ثم نقوم بتمرير لها قيمة. القيمة ارغب بتمريرها الى الفاريابل التالي. عبارة عن object على سبيل المثال. ارغب بتخزين دمنها كيو اسميها على سبيل المثال طايف. نوع اشياء اللي يجب نرغبها على سبيل المثال في مسال الحالي ارغب بتمرير add task. لك لاحقا من خلال القيمة اللي يجب نقوم بتحديدها. نتمكن من معرفة ان الطلب يكون لاضافة بينها جديدة او حزفها او تحديثها. وارغب بتمرير قيمة اخرى على سبيل المثال value. القيمة اللي ارغب باضافتها. على سبيل المثال يكون عبارة عن object. يحتوي على المهمة. والمهمة يكون قادمة من new task. ويكون غير مكتملة. وهنا يمكننا نقوم بإنشار جملة شرطية في statement او switch case. على سبيل المثال switch case. ارغب نقول في حال action. يعني البيانات اللي يتم ارسالي دمن type. يتساوى مع القيمة اللي يقوم بتحديدها. على سبيل المثال في مثال حالي اضافة المهمة. ارغب ان يتم تنفيذ روما الذي يقوم بواده هنا. هنا ارغب اضافة المهمة. اذا لاضافة المهمة في مثال حالي يمكننا نقول نرغب باعادة روما يحتوي على القيم المسبقة. بالاضافة الى القيمة التي نقوم بتحديدها الان. القيمة في مثال حالي مخزنة لمن يسمى value. طبعا ارغب باعادة البيانات. لنقوم بتجربة. مثل متشايت. اذا لنت تعلم كيفية اضافة البيانات. نرغب الان على سبيل عندما يتم نقر على الزر الحزف. بين يتم حزف المهمة. بكل سهولة نقول عند النقر. ارغب باستدعاء الفنكشن set tasks. واقوم بتمريله object. على سبيل المثال type. النوع الذي ارغب يتنفيذي على سبيل المثال ارغب يحزف. بالاضافة ارغب بتحديد اي مهمة. المهمة الذي في مثال حالي يتم طبعتها. هنا نقوم باضافة كاس جديد حالة اخرى. نقول ان كان type يتساوى على سبيل المثال remove task. هنا كل ما علينا نقول return. نقوم باعادة. ثم نحن نرغب باعادة المهمات من عادة المهمة التي نرغب يحزفها. يمكننا من خلال فلتر في جوفا سكريب بقيام زائر بكل سهولة. نقول من المهمة نرغب بالتصفية. هنا نقوم بوضع الشرط. نقول من كل مهمة نرغب يعمل عملية تحقق اي منهم لا يتحقق نرغب يناتم حسفها. في مثال الحالي نحن نرغب نقول إن كان المهمة يستوفي الشرط الذي قمنا بوضعها نحن لا نرغب يناتم حسفها. إن لم يستوفي نرغب يناتم حسفها. في مثال الحالي نقول المهمة لا يتساوى مع الحمولة. إن كان بالفعل يتساوى سوف يتم حسف ذلك المهمة التي استطلبنا بحسفها. لنقوم بالتجربة. مثل ما تشاهد. اذا هنا لنتعلمتك كيفية حذف وأيضا كيفية استخدام فلتر وليجل تحديث الحالات المهمة بكل صورة نقول عندما يتم نقر على العنصر التالي لنقوم بجعل ذلك العنصر عبارة عن زر نقول عندما يتم نقر نرغب بإرسال القيمة التالية على سمسا complete task وهنا نقوم بإضافة حالة جديدة هذه المرة نقول إن تم طلب بالتحديث الحالة return نرغب من مهمات من خلال map من كل مهمة نرغب بإعادة القيمة بحسب الطريقة التي نرغبها أرغب أن نقول إن كان المهمة يتساوى مع المهمة التي تم إرسالها action.volume أرغب في تلك الحالة بإنشاء object جديد وأرغب بحصول على قيمة التي يملكه زلك الobject يعني زلك المهمة ولكن القيمة التي توجد منك يسمى completed أرغب بعكسها وإن كان غير متساوي يعني ليس العنصر الذي يزيقنا بنقر عليه نرغب أن نتم إعادة المهمة مثل ما هي ولنفترض أرغب أن نتم حفز التعديلات في الزاكرة تغزين المحلية أو مواقتة أو أي زاكرة أخرى تقوم بتحديدها لنقوم بقيام ذلك يمكن أن نقول use effect نقول في كل مرة يتم حدوث تعديل على القيمة التي يجب لكه الـ variable مهمات نرغب أن نتم تنفيذ العوامل الذي نقوم بوحد هنا هنا أرغب في كل مرة يحدث تعديل أرغب بالتغزين في الزاكرة تغزين المحلية على سمسال بيانات على سمسال دمنا key أسميها tasks ثم نقوم بتحديد القيمة لذلك نتمكن من تغزين بيانات بسيغة array أو object في الـ JavaScript في الزاكرة تغزين المحلية يجب علينا في البداية نقوم بتحويلهم إلى بيانات بسيغة نصي يمكننا ذلك من خلال JSON.stringify ثم نقوم بتحديدنا البيانات بهذه الطريقة طبع يقول use effect لا يتواجد قم بتزويدها الآن سوف يتم تغزين البيانات في الزاكرة تغزين المحلية الآن إذا كنا نرغب عندما يقوم نستخدم بتحديث الصفحة أو يغلق المصفحة ويعود من جديد نرغب بإعادة البيانات المخزنة في الزاكرة تغزين المحلية بكل سهولة يمكننا ذلك لنفتد أرغب إنشاء function دمنا أرغب على سميسة بنقوم بإعادة بيانات أرغب بنقول إن كان في الزاكرة تغزين المحلية دمنا key يسمى tasks يتواجد بيانات نقول إن كان لا يتساوي مع undefined يعني يتواجد بيانات نرغب بإعادة البيانات المخزنة في الزاكرة key بنفس الطريقة ولكن هذه المرة البيانات يكون بسيغة بيانات النصي يجب علينا نقوم بتحويلها إلى بيانات بسيغة array يمكننا ذلك من خلال جيسون dot pairs وفي حال كان في الزاكرة أرغب على سميسة بإعادة array خالية هنا نقوم بجعلها القيمة افتراضية لـ variable tasks هذا هو كل شيء مثلا متشاهد لنفتراض على المهمة في حال المهمة كان مكتملة أرغب بوضع خط على السبيل وسائل يمكننا من خلال CSS من خلال خاصية text documentation مع قيمة line through نقول إن كان مكتملة قم بوضع خط وإن كان غير مكتملة لا تقوم بوضع أي خط على النص مثلا متشاهد قد تشاهد يمكننا نقوم بإضافة محتوى فارغ للتجنب ذلك هنا يمكننا نقوم بإنشاء جمرة شرطية نقول إن كان المهمة غير فارغة في تلك الحالة نحن نرغب بنتم إضافتها إلى القيمة المهمات ولاحقا أرغب على اسمها بتصفير القيمة المخزن ضمن input الآن يمكننا نقوم بالتصميم مثل ما نرغب بها قمت بإضافة الـ bootstrap إلى مشروع خاص بيب بعد ما تقوم بإضافتها يمكنك أن تقوم بالتصميم بسهولة من خلال أسماء كلاسات لنفتراض ضمن العنصر معين أرغب إضافة class container على اسم وضمن العنصر table أرغب بإضافة class name على اسمها table ولأجل الزر الحذف أرغب بإضافة class button وبطن ناقص danger وبالنسبة الزر الحالة أرغب إضافت لهم class button على اسمها dark لون أصوت أو أي لون أو تصميم ترغبها وأرغب إضافت لهم art بالنسبة 100% ولأجل العنصر input التالي أرغب إضافة class form control وليأجل الزر التالي أرغب إضافة نفس التصميم التالي على اسمها ولكن العرض بالنسبة 50% مثلا تشاهد ببعض الخطوات قمنا بجعل التصميم احترافي يمكنك إضافة مزيد من الخصائص والتصميم لجعلها احترافية أكثر في الدروس القادم سوف أعلمكم كيفية تنشر موقعكم على الانترنت وبالتالي لا تنسى أن تقوم بالتحديد التتول للموقع الخاص بك وأيضا الوصف وأيضا الصورة التي ترغبين أنتم عرضي هنا بالإضافة تحديد اللغة الموقع الخاص بك لكي يتم عرضها في المحركات البحث بشكل صحيح أو عندما تقوم بمشاركة الموقع على الموقع التواصل الاجتماعي وإن كنت ترغب باستخراج نسخة من مشروع قابل للنشر على الانترنت أو استخدامها على السرر المحلية أو لإرسالها للآخرين لاستخدامها على جهاز خاص بهم بكل سهولة قم بالتنفيذ الامر mpm run build في المجلة التي يحتوي على المشروع تبلد إذا نتقوم بتحديد فإيما صار يبدأ الصفحة الرئيسية أكتمل بعد إكتمال سوف تجد النسخة في المجلة التالي لنقوم بفتحها كم ملف HTML عادي لنشاهد هل سوف يعمل من دون السيرفر أو أي شيء آخر مثل ما تشاهد يعمل من دون أي مشاكل لنتعلم كيفية نشر تطبيقات React على الانترنت هناك الكثير من الاستضافات مجانية ومدفوعة في هذا الدرس سوف نقوم باستخدام GitHub Pages لأن GitHub Pages مجانية وأيضا غالبيتنا يملكون حساب GitHub ولكن يمكنك أن تقوم باستخدام نفس المفهوم لأجل باقي الاستضافات لكن التمكن من نشر تطبيق ويب أو موق ويب قمنا به شيء من خلال React فيجب علينا في البداية أن نقوم ببناء نسخة من المشروع خاص بنا لك نتمكن من استخدامها قم بفتح Terminal في المجلة الذي يحتوي على المشروع ثم قم بتنفيذ رامر MPM Run Build مثل ما تشاهد قام ببناء لنا نسخة قابلة للنشر ألا توجه إلى حسابك في GitHub؟ إن كنت مازلت لا تملك أي حساب ينسح بشدة بأن تقوم بمتابعة دورتنا دور التعلم GitHub لا يستخرج منك أكثر من نصف ساعة يمكنك من خلالها بالتعلم GitHub واحتراف بها المن بعد ما تقوم بإنشاء حساب GitHub وتقوم بالتسجيل دخول في حسابك قم بإنشاء Repository جديد استوضع جديد ويمكنك اعتبار مشروع جديد ثم قم بالتسمية المشروع بالاسم التي ترغب بها الاسم الذي سأقوم بوادي هنا لاحقا سوف نقوم بإستخدامها للوصول إلى الموقع الخاص بنا في مثال الحالي قمت بإنشاء تطبيقه PlayDart مهمات أرغب بالتسمية على سبيل تاسك بلانر أو أي اسم آخر يناسب المحتوى التطبيق الذي قمت بإنشاءها ينسح بأن تقوم بالتسمية بأحرف الصغيرة ثم لاحقا نقوم بجعلها Public لأن نرغب بأن نتمكن الآخرين من وصول إليها ويمكنك أن تقوم بإضافة وصف إن كنت ترغب بذلك ثم نقوم بإنشاء Repository ثم يمكنك بكل سهولة بالرفع الملفات عبر الطريقة التالية أو عبر الطريقة Get لنتظر رفع ملفات نقوم بتحديد الملفات في مسين حالي الملفات يتواجد في المجلات التالية نقوم بتحديد جميعهم ثم نقوم بصحبهم إلى هنا وننتظر إلى ما يكتمل بعد اكتمال نقوم بنشرها ثم نقوم بتحديد الفرع الذي يحتوي على الملفات في مسين حالي الفرع الأساسي ثم نقوم بحبص وننتظر عدد دقائق إلى ما يقوم بنشر المحتوى خاص بنا بعد عدد دقائق قم بتحديد الصفحة مثل ما تشاهد ألا يمكن أن نقوم بزيارة الموقع خاص بنا على الانترنت يمكنك أن تقوم بمشاركة رابط الموقع مع الزقائك ومع الآخرين بالنسبة للطريقة الثانية لرفع الملفات أو تحديثها بكل سهولة يمكنك أن تقوم بعمل GetClone حصول على النسخة من المشروع على الجهاز خاص بها بعد ما تقوم بتنصيب Get يمكنك من خلال Terminal GetBash بأن تقوم بعمل GetClone للمشروع خاص بها الآن يمكنك أن تقوم بوضع أي ملفات في المجلد التالي ولاحق أن تقوم بإرسال تحديثات إلى GetHub أو يمكنك أن تقوم بإجراء أي تعديل ترغب بها لنقوم بالتجمز سوف أقوم بوضع هنا اللغة العربية على سبيل المثال لنقوم بتجمز سوف أدخل إلى ذلك المجلات ثم أقوم بإرسال التحديثات أقوم بكتاب التعليق على سبيل المثال Update Language تحديث اللغة على سبيل المثال GetPush لإرسال التحديثات لنقوم بتحديث الصفحة لكن عندما تشاهد يقول قمت بتحديث الملف التالي الآن يمكنك أيضا أن تقوم بإضافة توصف للمشروع خاص بك وأيضا رابط لموقع خاص بك أو يمكنك أن تقوم بجعل الموقع الذي قمت بها من الشيء على GetHub كموقع خاص بك ويمكنك أن تقوم بوضع كلمات مفتاحية إلى آخره ثم تقوم بحفظها أول شيء تقوم به بعد إنشاء حساب توجه إلى GetHub كودر شيار ثم تضغط على Follow لمتابعته على GetHub ووضع تعليق جميل للتجهينا لمؤثر داشته لكم مزيد ولا تنسى أن تقوم بالنسخ رابط الدرس ومشاركتها مع الآخرين لكي سفيد رآخرين بفضلكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر